اشتركوا في القناة بعد التدريبات فلم يتلقى اي استدعاء فرحل الاعضاء في الجهاز الفني تباعا دون اي اجتماعات ولكن ما زال مجلس ادارة نادي الزمالك في حالة انعقاد كامل لاصدار القرارات اللي ممكن خلال ساعات تحصل عبارة عن تعديلات في الجهاز الفني لنادي الزمالك ولكن ما حصلش النهاردة اي اجتماعات كنوع من الهدوء اللي ممكن يكون الهدف منه هو الاستقرار مقبل مواجهة سيراميكا كليوباترا لكن هل هيطلع القرار ما قبل المباراة ولا هيطلع بعدها على اي حال اكيد في قرارات هل العقوبات على اللاعبين هتطلع برضو قبل المباراة ولا بعدها ما نعرفش وهل اصلا في عقوبات هتعلن ولا هيتم الاكتفاء فقط بالتحذير وبعض الاخبار والتقارير الاعلامية لكن الاكيد انه هيكون في اعادة هيكلة للجهاز الفني لنادي الزمالك مين يمشي مين يقعد هل الكل هيعد هيكلته بحيث ان الكل يمشي ويجي مكانه ولا بعض الاسماء فقط ترحل ويأتي مكانها اخرون ده هيتطلع خلال الايام المقبلة لقاء الزمالك مع سيراميكا كليوباترا هيكون يوم الخميس اللي جاي بالنسبة للفريق المتصدر جدول الترتيب حتى الان برصيد 30 نقطة بفرق 5 نقاط عن ملاحقه بيراميز طيب ده فيما يخص النادي الابيض الزمالك اما في النادي الاحمر الاهلي فبينما يستعد الفريق لمواجهة الاسماعيلي في مواجهة يستضفها الاسماعيلي ولكن في استاد برج العرب فبيتسو موسماني مركز جدا في اهمية هذه المواجهة مش بس على مستوى النقاط الثلاث لكن على مستوى كمان الحفاظ على استقرار الفريق بعد تعثرين افريقيين لا يقبل الاهلي او جمهوره او حتى مسؤوله ان يبقى فيه تعثر جديد في الوقت للاسماعيلي على الجانب الاخر بيسعى الى تحقيق ثلاث نقاط مهمة بعد فوز واحد بس في الدوري من بداية الموسم نبقى في الاهلي وبعيدا عن الاستعدادات لهذه المواجهة مباراة الاهلي اللي جاية هي المباراة التانية اللي هيجيب فيها كهرباء ضمن اربع مباريات هيجيبهم بسبب قرار من داخل النادي الاهلي بايقافه لمدة شهر الشهر ده بيجتمل على اربع مباريات ثلاثة من افريقيا اتلعبت منهم واحدة وحدة محلية اللي هي بتاعة يوم الاربعاء امام الاسماعيلي ولكن بينما يقضي كهرباء عقوبته الداخلية في النادي الاهلي وبينما حضر مباراة الاهلي امام بيتا كلوب في استاد القاهرة على مستوى المدرجات مش على مستوى الدكة ولا ارض الملعب فالاهلي اصدر قرارا وهو بمنح اللاعب الضوء الاخضر للحصول على اي عرض او بمنح ادارة التعقدات الضوء الاخضر لقبول اي عرض يصل لكهرباء بنهاية الموسم حتى وان كان على سبيل الاعارة لكن بالتالي بقت الموضوع او الامور واضحة انه يجي عرض جيد بالنسبة للاهلي مفيد ماديا سواء بالبيع او الاعارة موافقة سريعة مش يبقى فيه تفكير بانه اللاعب ممكن يكون مفيد ولا غير مفيد بانه اللاعب فنيا ان الاهلي محتاجه ولا مش محتاجه بل وبقى الاهلي كمان بيبحث عن بديل الكهرباء ضمن بحثه على مستوى الدوري المصري الممتاز على كل اللاعبين يعني لو اتكلمت بقى على البدائل المحتملة فمثلا هل يكون عبد الرحمن مجدي اللاعب الاسماعيلي اللي بيحاول يتعافى على مستوى ان الاهلي يتفاوض مع الاسماعيلي لضمه على مستوى احمد سميري اللي الاهلي بيراقبه لكن لم يحصل على توقيعه بعد ولا على مستوى احمد سيد زيزو اللي لسه مرتبط بتعاقد مع الزمانك على اي حال كهرباء جناح ربما يرحل بنسبة كبيرة بنهاية هذا الموسم فمن يكون بديله احمد يحيى تقاله وكيد اللاعب هتعرض وإحنا هنبيعه أو نعيره فيما يخص ارقام كهرباء مع الاهلي فاللاعب قد انضم الاهلي في يناير فقط يعني من فترة قصيرة من فترة قصيرة بلغت تقريبا سنة وأشهر منها فترة طويلة كانت ايقاف بسبب الكورونا يعني اللاعب شارك في 38 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 12 هدفا وصنع خمسة اهداف وتحصل على ستة انذارات وترد في مرة واحدة دي أرقام اللاعب مع الاهلي اللي شارك فيها في بطولة افريقيا وشارك فيها في بطولة الدوري وبطولة الكأس وبطولة كأس العالم للأندية خلالها عدة أزمات أبرزها ثلاثة معلنة آخرها بعد مشدة مع موسيماني اللي قرر معاقبة اللاعب اللي دلوقتي يقترب من الرحيل بنهاية هذا الموسم من يكون بديل كهربا ضمن أسماء قلناها ظهر اسم أحمد سيد زيزو طيب ما هو متاح من معلومات في هذا الأمر وما هي التساؤلات اللي ممكن نترحها في نفس السياق نترح الأول اللي حصل النهاردة مبارح الكابتن مصطفى يونس نجمع النادي الأهل السابق ومن قبليه بأشهر كان في كلام خرج بأنه اجتماعات تمت ما بين مسؤولي الأهلي وما بين أحمد سيد زيزو أو ممثلي جناح الزمالك من خلال والده تحديدا بأنه الأهلي عايز يضم أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو هل هو أصلا عنده رغبة في هذا الأمر اللاعب ما عندوش رفض لهذا الأمر هل الأهلي عايز اللاعب الأهلي عايز اللاعب هل الأهلي تكلم مع اللاعب لا معلومات متاحة حاليا إنما الأهلي عايز اللاعب واللاعب ما عندوش مشكلة في الانتقال إلى النادي الأهلي لكن هل فيه جديد في القصة خرجت التقارير من جديد لتشير إلى احتمالية ده لكن لو رجعنا أشهر قليلة إلى الخلف أو ممكن شهرين بالكتير هنلاقي أن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي كان خرج في تصريحات إعلامية تلفزيونية وقال فيها أن احنا حصلنا على قرار من مجلس الإدارة بعدم التفاوض مع أي لعب من لعبي نادي الزمالك ده في ظل الأزمة الإدارية للزمالك فيها بعد رحيل مجلس إدارته أو إيقافه لكن اللي حصل بعد الساعات اللي فاتت أن أحمد سيد زيزيو اتكلم مرتين مرة من خلال صبحته الرسمية على انستجرام ومرة من خلال الموقع الرسمي لنادي الزمالك فجاءت تصريحات جناح الزمالك الأيمن زي ما قدام حضراتكم قال لصحة لما تردد حول اتفاقي مع أي نادي آخر أنا لعب محترف وملتزم بعقدي مع الزمالك اللي بالمناسبة بيخلص الموسم اللي جاي يعني في يناير المقبل إذا لم تحدث مفاوضات وتجديد هيكون من حقه أنه يمضي فينضم لفريق تاني بعد نهاية الموسم اللي جاي البعض يسعى بحسب أحمد سيد زيزو لإثارة جماهير الزمالك ضد اللاعبين في محاولة منهم لإسقاط الفريق وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا قال أنا غير ملزم بالرد على تلك الشائعات لكن بإن جمهور الزمالك بدأ يمشي وراء هذه التصريحات ده بيؤثر بالسلب على تركيز بعض اللاعبين فبرد أنا حتى ما طالبتش بتعديل عقدي مع الزمالك وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة لم ولن أطلب تعديل العقد لما يحصل بقى تفاوض على تجديد أو تمديد هنشوف قال تركيزي فقط في المباريات نريد الحفاظ على صدارة الدوري والتأهل لربع نهائي دور الأبطال وطالب جمهور الزمالك بعدم لانصياع خلف الشائعات تأثير سلبا على مسيرة الفريق ننتظر دعم ومساندة الجماهير أحمد سيد زيزو كان جاله عرض إماراتي رأى بعض مسؤولي الزمالك إنه ممكن يكون العرض ده جاي من أجل فسخ أو إنه يفسخ الارتباط بينه بين الزمالك ثم ينضم إلى مصر من جديد من بوابة الأهلي فرفض العرض رغم الموافقة على انتقال مصطفى محمد إلى جلاتة سراي فهل أحمد سيد زيزو مستمر مع الزمالك بإتمام تعقده ولا بتمديد تعقده ولا يرحل بنهاية الموسم المقبل بنهاية عقده الأمور هدبان أكتر لكن اللاعب حتى الآن بينفي والأهلي بينفي أنه تفاوض معه دي التصريحات الرسمية طيب بعيدا عن الزمالك وبالعودة من جديد إلى القلعة الحمراء في النادي الأهلي قصة مرتبطة به حتى وإن كان ليس طرفا فيها وهي قصة مباراة المريخ مع سيمبا التنزاني انتهت بالتعدل واحد واحد في دوري أبطال إفريقيا في نفس مجموعة الأهلي اللي بتضم معهم كفريق رابع فيتا كلاب فالنهاردة سيمبا التنزاني بعت شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيقول لهم فيها فيه اتنين من اللي لعبوا ضدنا موقفين من الاتحاد السوداني لمدة أشهر ستة خفضت لخمسة فبينهم موقفين خمس شهور ما ينفعش لعبوا في الاتحاد القري أو في البطولات القرية فجاءت الشكوى أنه هم بيقولوا فيه ثنائي من المريخ رمضان عجب الكابتن وبخيد خميس شاركه في المباراة على فكرة المباراة الأولى اللي لعبوها بعد مطشين ما لعبوش فيها بسبب الإيقاف لما وقعوا للهلال والمريخ في نفس الوقت في سبتمبر اللي فات السنائي تم إيقافه خمسة أشهر من قبل الاتحاد السوداني في فبراير اللي فات بعد ما وقعوا للفريقين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين وحصلوا على الأموال الطائلة بحسب التقارير السودانية من الفريقين فتعقبوا لما رحنا للكاف علشان نشوف لائحته لأنه بيقول أن الفريق اللي بيرتكي بواقعة وصفت بالغش ويدفع بلاعب موقوف أو غير مؤهل للعب في مباراة فإنه يجب اعتباره خاسراً ويتم إقصائه فوراً من البطولة طالما أن الواقعة أصبحت حقيقة واضحة أمام لجنة كاف المنظمة للمسابقة لكن لو رحنا لبند رقم 13 في مدة الانسحاب هنلاقي أن الفريق اللي بينسحب أو بيستبعد من البطولة بعد بداية دول المجموعات وقبل خود 50% من مبارياته يعني قبل المطش التالت من الست ماتشات هتتلغي كل ماتشاته وبالتالي دي مش حالتنا حالتنا هي اللي جاية المدة 14 الفريق اللي يعتبر منسحباً أو يتم إقصائه بعد ما يكون لعب النص الأول من دول المجموعات اللي هو في حالتنا هنا المريخ اللي لعب 3 ماتشات هيعتبر مهزوماً في المباريات المتبقية بنتيجة 3-0 ودي حالتنا معنى كده إيه؟ معنى كده أنه إذا الكاف قرر إن المريخ مستبع من البطولة هتبقى نتائجه التلت ماتشات اللي لعبها زي ما هي خسارة من الأهلي خسارة من بيتا كلوب تعادل مع سيمبا التنزاني والتلت ماتشات اللي بعدها ادي لكل فريق من الأهلي ومن سيمبا ومن بيتا كلوب تلت نقاط وبالتالي كأن شيئاً لم يكن المريخ لما سألناهم قالولنا أنه هم فتحوا موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني من قصة المريخ من ملف المريخ ولقوا أن اللاعبين مش موقفين وأن هم أصلاً ما كانوش عايزين يشركوا اللي اتنين دول لولا أن عندهم عدد كبير من حالات الكورونا فعدد كبير من الغيابات فاضطروا بعد ما تأكدوا أن هم يشركوا اللي اتنين في مواجهة فريق الهلال أو عفواً المريخ مع سيمبا التنزاني قالولنا كمان إحنا شايفينه دا إقاف محلي مش إفريقي لكن الفيفا الحقيقة بيقول أنه العقوبات اللي هي بتمتد لعدة أشهر بتطبق محلياً وحتى على مستوى البطولات القرية لكن هنشوف في أي حال إلى أين ستصل هذه الشكوى اللي الأهلي ممكن يكون مترقب اللي هيحصل فيها لكن تبقى للوائح ربما لا جديد ما فيش أكتر من أن الأهلي بدلاً ما يبقى نقصه ثلاث مطشات هايما نقص له مطشين ربع نهاي دوي أبطال إفريقيا ده فيما يخص الأندية المصرية الأهلي والزمالك المشاركين في البطولة القرية دوري الأبطال لكن على المستوى المحلي فماذا يحدث في الإسماعيلي نادي الإسماعيلي حتى الآن بعد 13 أو 14 مباراة من مسابقة الدوري بالنسبة للفريق لم يجمع إلا 10 نقاط متساوياً بيها في المركز مع الفريق اللي بيلعب في المركز قبل الأخير وهو أحد ثلاثي الهبوط حالياً الفريق ده حتى الآن لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز علشان يفضل جمهور الإسماعيلي بينما هو يشير بأصابع الاتهام إلى مجلس الإدارة وإلى المحيطين بمجلس الإدارة اللي من وجهة نظرهم هم السبب في نتائج الإسماعيلي الحالية غير ربما القصور الفني عند بعض اللاعبين فبيبضل على الجانب الآخر يشير إلى أمجاد الإسماعيلي أين ذهبت ومتى ربما تعود طب مش لازم تعود دلوقتي على الأقل ما تخلناش في الشكل اللي احنا فيه دلوقتي فأمجاد الإسماعيلي بترجعنا تقريباً 18 أو 19 سنة إلى آخر تتويج محلي للدرويش وآخر صعود إلى منصات التتويج لما كان الإسماعيلي مهدداً للجميع وحصد بطولة الدوري المصري الممتاز 2002 بل ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة في النهاية أمام إن ينبأ في جيل تاريخي يتذكره جمهور الإسماعيلي ويندم على ضياع هذه السنوات أحد أبرز نجوم الإسماعيلي في الجيل الذهبي هو الكابتن محمد حمص نجمة الدرويش وقائد الإسماعيلي التاريخي اللي منورنا النهاردة في حلقة من أهم حلقات برنامج المطش نظراً لقيمة هذا النجم الكبير اللي أكيد عنده آراء مهمة جداً بما إنه دائماً قريب من الأجواء الإسماعيلي بل وإنه قادة لفترة مؤقتة الإسماعيلي بنهاية الموسم اللي فات محمد حمص عازف السمسمية هو وظفنا في المطش النهاردة بعد فقرة الأخبار فخليكم معنا أهلاً بيكم مرة تانية في المطش النهاردة كان عندنا قصتين مؤثمين في الدرجات الأدنى من الدوري الممتاز الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة الدرجة الثالثة كان خبر صادم بوفاة أحد اللاعبين في أثناء المباراة بسبب ابتلاع لسانه اللاعب هو عبد الرحمن عاكف عبد الحميد صاحب الثلاثة وعشرين سنة من أبو حمد لعب فريق القنيات بالشرقية هو صاحب الرداء الأخضر اللي قدام حضراتكم خالص العزاء لأسرته وربنا يرحقنا بي جميعاً في الجنة دي لحظات خروجه على النقالة لنقله إلى الإسعاف لمحاولة إنقاذه لكن كان خلاص ما بقاش فيه قدرة على إنقاذه بعد تجمع المسعفين لمحاولة إسعافه ونقله لأقرب مستشفى طيب هو خالص العزاء لأسرة المتوفي وأكيد يعني حاجات زي دي هنكون متابعينها بشكل مكسف عشان نعرف مين اللي ممكن يكون مقصر في هذا الأمر وكمان إمكانية التعويض وما بيكونش فيه أي حياة بتعوض عموماً غياب روح أو فقدان لعب عنده 23 سنة ربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله جميعاً هو اتنقل لمستشفى التأمين الصحي بالعشر من رمضان لكن فرق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى في إطار الجولة بقى الرابعة كان فيه قصة خاصة بمباراة النهاردة اتعامل فيها ممر شرفي لكن لحكم المباراة مباراة مينية النصر والجمالية قرروا يعملوا ممر شرفي لحكم المباراة الكابتن أحمد لطفي ليه؟ علشان في مباراة مينية سمنود قبلها بجولة كان حصل اعتداء قوي عليه من جانب لعبي الفريق والاعتداء ده كان يعني خلف وراء يقف لمدة سنة للمدرب وللمساعد بقرار من نجلة الانضباط وكان حتى فيه وقتها تنديد يعني اسمعت الدكتور إيهاب الكومي بيتكلم على أن مدير الكرة ما توقعش عليه عقوبة وقاله أنه ما كانش فيلسكور فما كانش عليه عقوبة وده كان سبب عدم توقيع عقوبة عليه لكن كان اتوقف المدرب ومساعده لمدة سنة بسبب الأحداث اللي حصلت بالاعتداء على الحكم ده ففي المباراة التالية منية النصر قرر أنهم عملوا ممر شرفي كلفتة جيدة رياضيا بالنظر لأنه حالة زي دي ما تنفعش أبدا تحصل لكن هيا أنا بحيي القائمين على إعقاب المعتدين على الحكم في صورة مرفوضة تماما على مستوى كرة القدم المصرية النهاردة في بطولة الكاس تلعبت أول مباراة في دور الستاشر لكنها مباراة مبكرة شوية لأنها بين فرقين في الممتاز به وبالتالي هم الاتنين متاحين لللعب دلوقتي فتم تسكين المباراة في المكان ده كانت بتجمع بين بيتروجيت وكوكاكولا وبعد التعادل السلبي في الشوط الأول والشوط الثاني تم اللجوء إلى ركالات الترجيح وفاز فريق بيتروجيت ليتأهل إلى الدور ربعي النهائي دي أول مواجهة للكابتن ربيع ياسين كان مدير فني للفريق البترولي بيتروجيت بعد ما تولى المسئولية بعد أشهر من رحيله عن تدريب منتخب الشباب في الوقت اللي لسه هو بينتظر كما الآخرون نتيجة التحقيقات الخاصة بقصة منتخب الشباب اللي كانت حصلت كده فريق بيتروجيت بعد ما تأهل لدور التمانية ربعي النهائي رقم كويس بالنسباله هينتظر المتأهل من مواجهة الاتحاد السكندري مع ودي دجلة في الدور المقبل من بطولة كأس مصر لكن باقي المطشاط بتاعة دور السبتاشر هتتلاعب في شهر أربعة ولسه عندنا مطشاط أهلي وزمالك وبيرامدز هتتلاعب فيها دور الاتنين وثلاثين بسبب تأجيلها في فترة سابقة بسبب المشاركات القارية في دور الأبطال والكونفدرالية الإفريقية النهاردة وزارة الشباب ورياضة كانت الحمد لله يعني أكثر وضوحا في اختيار مصطلحتها لأنه لما تقول أنا دعمت الزمالك بمئة مليون غير لما تقول أنا دعمت الزمالك بمئة مليون من خلال تسهيد الإجراءات للحصول على المستحقات اللي للزمالك عند الجهات المختلفة شايف الفرق؟ لما أقول أنا دعمت الزمالك بمئة مليون فطبيعي أن أول حاجة هتجيلنا أنه في بالنا يعني أن الوزارة قدت للزمالك مئة مليون لكن لما تقول بقى التفاصيل دي هتفهم أن الفلوس دي مش بتاعة الوزارة بل بتاعة الزمالك عند ناس تانية الوزارة سهمت بتسهيل انتقالها للزمالك اللي هو صاحب الفلوس فالنهاردة الوزارة لقيت أنه في جدل كتير ولقيت أنه في لغات والحيان الوزارة كانت قالت التصريح ده وإحنا كنا سألنا الدكتور حسين السمري قال لنا مستحيل يعني يسمع من بؤك ربنا كان قالها صراحة فالوزارة بعد الجدل اللي حصل طلعه نهاردة بيان بيقولوا فيه دفعنا المين وبندعم الأندية الشعبية ومنهم الزمالك إزاي قالوا في إطار الاستعدادات الخاصة بإجراءات الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية إعمالا لأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تؤكد وزارة الشباب والرياضة بأن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمامية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات تلك الهيئات سوف تجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية اللي بتنتهي 30 يونيو 2021 تم أو يتم خلالها بقى الدعوة خلال الأشهر الأربعة التالية لي من أول سبعة لغاية شهر 11 لانتهاء السنة المالية على حين تجرى العملية الانتخابية لللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 ده في الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر 2021 تدعو للانتخابات في الفترة دي يعني ممكن تدعو يوم 31 أكتوبر وتعمل الانتخابات في نوفمبر مثلا الأمر أهم حاجة تدعو في الفترة بتاعة الأربعة تشهر دي هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية والاتحادات ومنها كذلك الهيئات اللي تدرها لجن مؤقتة ومنها دلوقتي نادي الزمارك والاتحاد المصري لكرة القدم في سياق متصل وزير الشباب برياضة في البيان أكد الدكتور أشد صبحي على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها كذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بتلك الهيئات وخاصة في الأندية الشعبية اللي تتمتع بها الأندية الجماهرية في مختلف المحافظات في الجمهورية وفي دار الحرص على تصحيح لما تدوله البعض عبر وسائل التوصل الاجتماعي بيصححوا دلوقتي للناس فصرته غلط من كلامهم السابق فإن الوزارة ساهمت في استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأندية الشعبية فشرحوا بقى قالوا خاصة اللي حصل فيها تغيرات أو تراجع في مستوى الإيرادات خلال الفترة الماضية ومنها نادي الزمارك اللي وزارة الشباب برياضة قامت بمساعدته بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي في حصوله على أكثر من 100 مليون جنيه كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادي ومش من موازنة الوزارة فتوضيح واضح قوي يعني كان من الأول أعتقد ده مش هيعمل جدل لو كانت كتب بالشكل ده قالوا فضلا عن التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادي الزمالك لجدوال تلك الديون وده برضو أمر كان حلو أنه يعلن بمعنى أنه مثلا الزمالك عليه فلوس لمصلحة الضرائب مثلا الزمالك عليه فلوس للتأمينات فالوزارة تروح مكلمة الوزارة التانية نظيرتها وتقول لهم يعني معلش اصبروا على الزمالك عشان عندوا أزمة مالية دلوقتي لأنه بتديروا أزم لجنة مؤقتة فتعالوا جدوي للديون دي بحيث أن النادي يعرف يفي بالتزاماته المختلفة الوزارة قالت أنها ملتزمة بهذا الدور تجاه كل الأندية الشعبية بغرض الحفاظ على استقرار هذه الأندية سواء إداريا أو ماليا ودعم أنشطتها المختلفة في سبيل خدمة النشأ والشباب والمواطنين من الأعضاء والمترددين عليها قالوا كمان أنها عملت دعم مادي خلال شهر فبراير بيقدر بمبلغ 42 مليون جنيه لأندية شعبية هنا برضو كان توضيح مهم بلأن الناس ساعتها قالت فالناس رحت لأهلي وزمالك وإسماعيلي فاكتشفنا النهاردة في البيان أنه 42 مليون دي راحت الأندية التالية الغربية والفيوم وإينا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والودي الجديد والمينيا وضميات وبنسويف والسويس وأسيوت والأليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال السينة ومطروح وبرسعيد وأسوان والبحيرة والدهلية وسهاج والشرقية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية في مختلف تلك المحافظات يعني مش على مستوى 2-3-4 أندية بل على مستوى الأندية الجماهيرية في كل هذه المحافظات فكان توضيحا مهما كان من الممكن أن يخرج بشكل أكثر يعني تقدما من دلوقتي نروح للزمالك بقى نفسه بما أنه الوزارة تكلمت على الزمالك فتعا نروح للزمالك نفسه نشوف إيه اللي بيحصل النهاردة قلت لكم من شوية أنه ما كانش فيه أي اجتماع تم ما بين الإدارة وما بين الجهاز الفني يعني باشيكو اللعيبة كله خلص التمرين ومشي بيستعدوا المطس سيراميكريو باترا وعلى الجانب الآخر الإدارة اجتمعت لكن ما اجتمعتش بحد بيهم اللي عرفناه أنه في بعض الأمور الفنية اللعيبة اشتكت بينها وبين بعض من باشيكو فيما يخصها بل وأبلغوها لبعض المقربين منهم على مستوى الجهاز الإداري تعالوا نستعرض أهم ما أثار غضب لعيب الزمالك من قرارات باشيكو قبل رحلة تونس رقم واحد إسلام جابر جاله باتشيكو قال له أنت هتلعب لعب خط وسط مدافع بجوار طريق حامد وربما بجوار فرجاني ساسي اللعب قال له لأ مش هلعب إلا في مركزي أنا لعب بلعب جناح بلعب في الخط الأدام ومش عايز أتحمل كالعادة مسئولية أن أنا بلعب في مكان غير مكاني ويبقى دائم مش كويس لعبت ظاهير أيسر في نهاية دور الأبطال فالناس هجمتني لعبت ظاهير أيسر في مباراة تلاقيع الجيش واخسرنا فالناس هجمتني لعبت قبل كده خط وسط في المكان اللي أنت عايز لعبني فيه ده فأدائي مكانش كويس فالناس هجمتني فشكرا مش عايز باتشيكو زعل قرر أنه يعقبه فاستبعده من رحلة تونس عشان رفض ينفذ التعليمات باتشيكو فاجئ الوينش أنه هيلعب أساسي بس في محاضرة المباراة بعد ما كان بيعتمد في كل التدريبات على محمود علاء وعلى محمد عبدالغاني في التدريبات وده أثار استياء الوينش ومحمود علاء يعني أثار استياء اللي دخل وأثار استياء اللي خرج فتشيكو كمان خلال تدريبات ركلات الجزاء رجع محمود علاء أنه يرجع يتمرن على تدريبات ركلات الترجحية أو ركلات الجزاء مع أشرب بن شري وأحمد زيزو وفجأة علاء لقى نفسه مش فمضتش الترجي فتفاجئ هو كمان وده أثارة غضبة ده غير بقى أنه أحداد نفسه اللي كلنا تفاجئنا أنه يلعب أساسي أحداد نفسه تفاجئ يوم المحاضرة بأنه هيلعب رغم أنه ما كانشه ياخد أي تعليمات ولا حتى اتجرب في المباريات والتدريبات اللي قبلها أنه هيلعب فتفاجئ وإحنا تفاجئنا كالعادة بأداء حميد أحداد على أي حال لكن يعني دي حاجات اللعبة اشتكت للإدارة منها أو لإدارة فريق الكرة على مستوى باتشيك والمدير الفني للفريق فنقلت الأخرى إلى الإدارة رأيي أنا إيه في القصة دي؟ المدير الفني يعمل اللي هو عايزه لكن آه دي حاجة مفاجئة بالنسبة لي أكيد ما يفاجئش لعبته يعني لكن هو اللعبة تبقى غضبانة من عدم المشاركة أو المشاركة دي هيب تبقى في الآخر حاجات طبيعية بتحصل إنما أن تتفاجئ اللعبة نفسها دي المفاجئة أنا بالنسبة لي طيب خيقول لكم أنه حازم إمام على جانب آخر رجع النهاردة لتدريبات تنادي الزمالك واشيكبالا واصل التأهيل بعد الإصابة بكادمة أبعدته عن المباراتين الماضياتين واحدة محلية في ديجلة واحدة إفريقية مع التراجي التونسي وبالتالي محاولات لإعادته إلى التدريبات الجماعية أما حازم فخلاص رجع التدريبات بعد ما عمل كشف طبي والطمن على ديجله طيب تعالوا نرحب تفريا بعد أول مواجهة له في أندية الدوري المصري الممتاز بعد فترة غياب طويلة الكابتن ربيع ياسين أسطورة النادي الأهلي ونجمة التدريب كابتن ربيع أهلا بك منورنا كابتن هاني منور حبيبي موفى دايما أهلا وسهلا بي بعيد جدا للمعاك إحنا سعاداء جدا وحشتنا وحشنا صوتك كابتن ربيع ربنا سعيدك حبيبي ووفاك وأنا أشكرك طبعا وأنا أصدر أمرك انتعرف مع ذلك من القلب للقلب ربنا يعلم كابتن ربيع ببارك لك النهاردة ببارك لك أول تولي مسؤوليت باتروجيتو ببارك لك الفوز في أول مهمة في بطولة الكاس والتقدم لدور التمانية الحمد لله بداية معنوية كويسة أنا محتاجها طبعا لأن الأمر صعب جدا إذا بدأ شاي في الترتيب والظروف يعني أنا في ثلاث ساعات بس قلت موتش النهاردة دلت السبت التمرين كان عندي سبت حد ساعة ونص ودرت إن أنا يعني أضاعف أجوني من أجل التوفيق على أقل يعني فالحمد لله ربنا كان موفى أنا والله تستجابوا الحمد لله كويس جدا وهي منظومة كابتن هاني هي منظومة كبيرة جدا جدا أن أنا كان نفسي أن أنا يبقى عندي الوقت وعندي الاختيارات عشان فلت الصعود يا كابتن هاني دي محتاجة حاجات كبيرة جدا اختيارات والشغل وطرق وحاجات كبيرة جدا هنا وعية معينة طبعا لكن منظومة إدارة مجلس إدارة منظومة كبيرة جدا وعيلة جدا لما عدت مع السيدة ومهدار احتراب طبعا المشوار طويل والمفروض إن أنا بدأت أنظم معهم مجموعة نقاط كتيرة جدا فيا ربنا يا رب وفاني ووفقنا ووفق دعيه ووفقنا في دينا يعني المشوار صعبة جدا والقادم صعب فإن شاء الله نشتغل ونحاول ونعمل علينا هاني وربنا المستعان سبحانه وتعالى ونعمة بالله طيب اتكلمت على أنه منظومة الصعود مهتجة شغل ومهتجة كمان فريق معين أو مواصفات معينة طبعا طبعا هل بعض هذه المواصفات موجودة في الفريق اللي قدامك بمعنى أنك قادر أنه بنهاية الموسم يكون بترجيت صاعد للدوري ولا شاف أن الأمر هيواجه بيك صعوبة بص يا كابتن يعني هو حضرتك الموقف مش سهل صعب لكن 16 في يدول الترتيب اه نشوف يعني وبعدين المشاطة كلها برها كلها يعني يعني صعبة جدا خبرات وتملك وقدرات ومعها مدربين من أول الموسم في ترتيارات الحاجة المهمة يا كابتن يعني أن أنا بس أن أنا يعني أعيد الترتيب والنظام في المستبع نفسها وما كان أفكر فكر أنا أقلم من قاعد فكر أنا أعود أفكر فكر وبعد كده تستجاه 14 مبارا متعرفش كورا متعرفش المستوى الكورا عاوزة شواء تتغل وتكتحد وتخطط وتنظف وتفضع وتحاول والله المستعال ونعمة بالله النهاردة دايما بينظر لمطشات الكاس أو لبطولة الكاس النهية وليه لأ مهما كانت مستويات الفرق أو مهما كانت الدرجات اللي الفرق فيها النهاردة بتعدي لدور التمانية وبالتالي عندك ثلاث مباراة ممكن تفصلك عن تتويق بلقب المباراة المقبلة هتكون مع الاتحاد أو ودي دجلة شايف طموحك إزاي في البطولة دي يا كابتن ربيع بما أنها مباراة إقصائية الله يبصها كابتن أنت عارف أن أنا أكيد الطموح يعني أقول لك الشغالات اللي الفتعاد بطموح مختلف أن أنا راجل كنت لعب في النهارة الأهلي وكنت لعب في المنتخب وغضم شكة منتخبات ومصنف منتخبات كابتن هاني بالطبيعي جدا ومنتخب منهم منتخب بطولة أفريقيا يعني فالله أصده أن أنا طموحي دايما بطولات طموحي موجود في بوص ما يمفعش ربيع ياسين يشتغل في حتة إلا عندي طموح ما يمفعش ولا قابل حديثك كابتن هاني فالله أصده أن أنا بشتغل دايما شوفوا هاني كل نادي أنا اشتغلت عشر تنين في المنتج قبل ما أدخل المنتخبات امانة في التعامل المالي لأنه ده مهم بجدا في ناس طبعا بتتعامل حاجة ثانية فالله أصده ببتدي واشتغل وبحاول ودايما التوفير بتاع ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله أغلقت الملفات السابقة تركيزك خلاص بعد عنها مش منشغل بيها كابتن ربيع مش منشغل بيها لأنه أولا ربنا كبير هاني وربنا سبحانه وتعالى بيبعتلي التأدير من عنده من عنده ومن عند الأشخاص في كده ربنا بيبعتلي أشخاص بيقدروني بين اسمنا أي حاجة أشخاص فيهم خير أشخاص فيهم إنسانية أشخاص بيقدروني ويقدروا تاريخي ويقدروا مجهودي فأي خلاص ربنا بيعوضني أكيد أنا دايما يعني بتعامل مع الله والله بيتعامل معنا وبكلمه فهو يا ربنا عالم بأن لأنا عملته ولأنا اشتغلته وإيه وشغل إيه ومجهودي إيه فأنا بحتسم كل ده عند الله ثم مواطن مش أكثر ولا أقل تمام الاتحاد ولا دجلة أفضلك في الدور ربع النهاية حتى وإن كان لسه بادري على المباراة يعني طبعا الاتنين في ثلاثين كوبار دوري ممتاز دجلة مش سالم عنه ومصر الترتيب اللي بتأخر سهل أبني دوري ممتاز وعنده حاجات كثيرة قدرات معينة والاتحاد طبعا بمرة يعني كثيرة كبيرة ونادي كبير ومدرب كبير فأنا أصدقى كابتن هاني إنه وقت البس يعني أهم شيء وقفر إيدي ونوقف كويس قوي وبعد كده نفكر طيب سؤال بقى بسألك كنجم كبير من نجوم الأهلي السابقين الأهلي بعد خسارة من سيمبا تعادل مع بيتا كلوب شايف إزاي الشكل فيما يخص المجموعة وحظوظ الأهلي في التأهل للدور ربع النهاية إن شاء الله لا الأهلي قادر إن يخرج الأهلي قادر إن يخرج إن يعني يكمل أصده يخرج من المحنة طبعا طبعا الأهلي كبير وما حصل إستاني الفاكس كده تريبا أنا أراده كده هاني الأهلي قادر لأنه الأهلي يملك عنده خيبرات كبيرة جدا وعنده فرصة يعني فرصته كبيرة برضه تعادل 65-70% مش فرصة ولا فرصة كده والأهلي قادر بإدارته بأجهزته الفنية بإلعبه بقدرات اللي عنده بألك بكل الإمكانات المتاحة للنادي الآن ده النادي الآن وأنا برضو ندي الزمالك قادر إن يخرج برضه من المحنة دي يريتين كبار يمنوكوا القدرات ويمنوكوا التخطيط ويمنوكوا القدرات ركب وعدها بل أصده إن إحنا حتى لو القدرات الفنية بالنسبة للأجهزة الفنية فيها أوقات عملتش اللي نقدر يعني نوفى بي وبدري نحفل نفسنا لكن اللعيبة قدرة لعبت الأهلي ولعبت الزمالك قدرة يا هاني إن هم يوصلوا للمحنة أنهم لعيبة كبار موسيماني لم يقنعك لا موسيماني وبص الاثنين يا هاني ولا باتشيكو يعني ولا باتشيكو لا 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 ما هو واضح الاثنين من وجهة نظري أنا الفايسل اللعيبة والإدارة الإدارة في ظهر اللعيبة واللعيبة قدرة على أعلى مستوى هنا وهنا هو ده الفر المنظومة كابتن ربيع أنا بشكرك جدا ومبروك مرة تانية الفوزة النهاردة في مباراة بيتروجيت وكوكاكولا وبالتوفيق في المرحلة المقبلة بإذن الله كابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق الأهلي النهاردة أعلن أنه ناصر ماهر بات جاهزا للعودة للمباريات بعد ما الحمد لله اكتمل شفاءه وخاض التدريبات الجماعية وبالتالي خلاص الأمور دلوقتي أصبحت فنية وقد يجد موسيماني بديلا لمحمد مجدي أفشا إذا أراد من الناحية الفنية في الوقت لطاهر محمد طاهر أدى النهاردة جلسة في الجيم على هامش الميران وكان نواخد راحة من الميران الجماعي النهاردة في ظل شعوره بإجهاد عام النهاردة عيد ميلاد طاهر محمد طاهر فكل سنة وانت طيب وعبال سنين كتيرة حلوة إن شاء الله بس أنا نجحة جدا عليك وتحديدا مع منتخبنا الأولمبي في الأولمبياد في الصيف المقبل أيمن أشرف على جانب آخر اكتفى بجلسة في الجيم وليس سليمان وعلي معلول وصلاة التأهيل وبالتالي علي معلول يعني من المتوقع أنه مش هيلحق المباراة اللي جاية مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء الأهلي عمل المسح النهاردة انتظرا لتحديد نتيجتها علشان يعرف مين هيكون جاهز وإن شاء الله الكل يكون جاهز على مستوى يعني مساحات أو الإصابات وبعيدا عن أي مشاكل طيب فيما يخص المنتخب فكريم فؤاد اللعب المسير جدا للجدل مش هو الحقيقة مستوى من حلوته يعني مسير للجدل على مستوى الأندية فهو الآن أصبح مرشحا لأن ينضم لقائمة منتخبنا الوطني في معسكر مارس اللي يبدأ يوم عشرين واللي هنلعب في يوم خمسة وعشرين ويوم تسع وعشرين مع كينيا وجزر القمر لاعب امبي المعار من نادي النجوم اللي بيرعب في مراكز مختلفة ظاهير أيمن ظاهير أيصر أو كده ظاهير أيصر ظاهير أيمن أو حتى في المراكز المتقدمة في نفس الجنبين موضش الأهلي والإسماعيلي مرشح لإدارته تحكميا ثلاث أسماء كابتن أمين عمر كابتن إبراهيم نور الدين الكابتن محمد معروف الكابتن محمد معروف عائد من إصابة بكورونا وبالتالي هو الأقل حظوظا لإدارة هذه المباراة وبالتالي الملاري عفوا ربنا يا ربي يحميه ويشفيه أما الكابتن أمين عمر والكابتن إبراهيم نور الدين فحظوظهم أكبر إن واحد منهم يتولى إدارة المواجهة المؤجلة من الجولة رقم 12 في الدوري النصري الممتاز بكرة بالمناسبة عندنا مطش واحد بس في الدوري مباراة برضو معجلة لكن من الجولة العشرة مباراة الاتحاد السكندري مع غزل المحلة في استاد الأسكندرية الساعة 7 مساء دي ضمن المطشطة اللي اتأجلت للاتحاد وراء بعض أيام ما كان عندهم حالات كورونا كتير لكن مطش يوم الأربع بقى يكون مواجل من الاثناشر الإسماعيلي والأهلي الساعة 7 ونص يوم الخميس بقى معجلة من الجولة العشرة الزماريك وسيراميك كريوبيترا الساعة 7 ونص دي أقرب المطشط يعني اللي قدام بالكلام عن الاتحاد السكندري فرزاق سي سي قبل رزاق سي سي بس أقول لكم أنه يوبيتش النهاردة تكلم في تصريحات إعلامية قال فيها أنه بيستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي وأنه اللاعبين في قمة تركزهم وأنه واثق في لعبته وفي ظل الأداء والمباريات أنه عندهم بس أزمة في إنهاء الهجمات وتكلم على أن الإسماعيلي فريق كبير وجمهوره زعلان على النتائج الحالية لكن وعدهم بتحسن النتائج ومحاولة إسعادهم بالفوز على الأهلي وتكلم على أن أداءه أقل مما كان بيقدمه على مستوى كلمة بابل يعني اللاعب بابل لأنه كان بيحتاج لتحضير أطول من الفترة اللي دخل فيها مع الدرويش سي سي لأول مرة بينضم لقائمة منتخب كودفوار لعب المتقلق مع الاتحاد السكندري النهاردة احتفى به حتى الأستاذ محمد مصرحي رئيس مجلس دارة نادي الاتحاد السكندري أنها برضو بتبقى دفعة كبيرة جدا للفريق نفسه لما لاعب ينضم من المنتخب أو إلى المنتخب من صفوفه عندهم مواجهتي النيجر وإثيوبيا يوم 26 و30 من شهر مارس ضمن تصصيات أمم إفريقيا سيراميكا كليوباترا استعادة خدمات محمد توني اللي ممكن أو محتمل بنسبة كبيرة جدا يلعب في مركز الزاهير الأيمن في ظل غياب رجب بكار للإيقاف في مواجهة الزمارك المقبلة يوم الخميس المقبل ماتش ده وقعوا مباراة تكون كبيرة وحلوة من الفريقين بإذن الله أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم وعقوبته كانت كانت خمسة بقت اثنين فالمحكمة الرضاية النهاردة أقرت فشكرا يا أحمد وبالتالي ده رسميا دليل يعني دليل رسمي نهائي تام محاسم بات إن أحمد أحمد ارتكب كل المخالفات ورأت المحكمة الرياضية إنه يتوقف سنتين مخالفات دي بقى اللي هي مخالفات مالية ومخالفات إدارية وقصص كبيرة جدا الله يرحمه عمر فهمي كان أول من قدم فيها الشكاوى على مستوى القضاء وعلى مستوى اللجان في الفيفا في إنجلترا النهاردة ويا سلام على تخل تواصل نتائجه الرائعة كلين شيت على مستوى المطشاط للابها سابع بالنسباته وانتصار جديد وأداء رائع فوز لتشيلسي على أبرتون بنتيجة اتنين دون مقابل في مباراة تقلق فيها كاي هافرتس اللي عمل أو خدر بالجزاء بعد فاول عمله حارس مرمى أبرتون وسجلها جورجينيو ده غير إنه كان فيه عرضية من ألونسو هافرتس حاول يحولها فخبطت فيه الدفاع جوتشفري وتحولت إلى الشباك في الديا 31 من زمن الشوت الأول من المباراة اتنين صفر فوز جديد مركز رابع ابتعاد عن أبرتون بقى أربع نقاط لكن لسه وستهام هيحول إنه يعد تشيلسي لكن يبقى ليبربول تحت 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 لابورتا قال إنه ميسي هنقه بعد الفوز بالانتخابات في برشلونة وقال إنه هو مقتنع بإنه اللاعب عايز يقعد وقال إنه إن ابن ميسي كمان بيصوت في الانتخابات دي حاجة عظيمة ودليلة على حب الرجل أو اللاعب الأسطوري لبرشلونة جيرارد النهاردة التقارير الإنجليزية قالت إنه مرشح لخلافة كلوب في ليبربول لو رحل يورجين كلوب وقالوا إنه ماسيمليانو أليجري ماسيمليانو أليجري أي نادي كبير في أوروبا بيمشي مدربه أليجري لازم يكون واحد من المرشحين المحتملين أليجري قاعد بقاله فترة وهو يعني مدرب كبير جدا سواء اتفقت أو اختلفت مع طريقته يعني ويوليون ناجلسمان لعب ليبزج أو مدرب ليبزج ولندرز مساعد يورجين كلوب نفسه دي أخبارنا لكن بعض الفاصل بقى هينورنا نجمنا وأسطورتنا الكابتن محمد حمص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق للحديث عن أزمة الإسماعيلي الحالية ما هي المشكلة؟ بما إنه دخل الأجواء وشاف بعض أزمتها فإيه الحل من وجهة نظره فيما يخص نتائج الإسماعيلي الحالية؟ وأكيد نظرة على تاريخ وذكريات الأسطورة حمص بعد الفاصل فلماتش خليكم معنا اشتركوا في القناة أعزف السمسمية الجميل الكابتن محمد حمص وبعد غياب طويل هو ضفنا داخل الستوديو في الماتش علشان نقاط كثيرة جدا لكن تعالوا نرحب الأسطورة اللي جنبي الكابتن حمص أهلا بك أهلا سهلا سيزاني وأنا سعيد جدا ومبسوط موجود معك في بناج الماتش إن شاء الله نقدم حلقة تكون خفيفة واستمتع بها كل المشاهدين بإذن الله منورنا ومنور الدنيا كلها من أسبوعين تقريبا كنت بجوار شقيقك الكابتن شهين فقلتنا نفسي قابل كابتن حمص سبحان الله بعدها بأسبوعين بمجهود طبعا الزملاء وفري العمل أنت موجود معنا منورنا عشان المشاهدين كلهم انتوحشتوا حبيبي ده شرف ليا وحبك بتقدم برنامج متميز وأنا مشكرك على مساندتك الفترة السابقة مع نادي الإسماعيلي إن شاء الله نادي إسماعيلي عدي الأزماني إن شاء الله على خير بإذن الله عازف السمسمية محمد حمص واضفنا النهاردة في الماتش يلا بينا نبدأ كثيرون من لهثوا خلف قطعة الجلد المنفوخ ركدوا وسجلوا احتفلوا وهللوا لكن من علق بالأذهان منهم أنقلئة اسمه من ضمنهم فهو عنوان للتميز ليس في كرة القدم فقط بل في دماثة الخلق والاحترام والتفاني وإنكار الذات بشكل ساهم في جمعه بين حب وعشق واحترام جماهير قطبي الكرة المصرية رغم أنه لم يرتدي قميص أحدهما ولم يلوح مثل آخرين بأنه يمتلك عروضا من هنا وعروضا من هناك لعب بأخلاق قاتل بجسارة دافع عن قميص ناديه بقوة ثم اعتزل في هدوء منسحبا من مصرح كرة القدم ومكتفيا بالجلوس خلف الكواليس يراقب المشهد يفرح بهدوء عند الفوز ويتألم في صمت عند الإخفاق إنه محمد حمص نجم الإسماعيلي ومنتخب نصر السابق صاحب البصمة الأغلى في تاريخ كرة القدم المصرية بدربة رأس رائعة سكنت شباك بوفون الإيطالي أحد أعظم حراس المرمى على مر التاريخ في مباراة هي الأبرز في تاريخ كرة القدم المصرية فاز بها الفراعنة تحت قيادة الأسطوري حسن شحاتة على الأزوري الإيطالي بقيادة المخضر مارشيلو ليبي ضمن مبارايات كأس القرات في نسخة 2009 حمص الموهوب الصامت قليل الكلام داخل الملعب لكنه كثير الفعل والمتعة والمهارة داخله هو قائد الجيل الذهبي في صفوف الدراويش وسط كوكب من ألمع النجوم مثل بركات وجون أوتاكا وسيد معوض وعماد النحاس وصبحي وغيرهم كثيرين وهو الجيل الذي تفوق على الأهل والزمالك وحصد الدوري عام 2002 وقدم أروع الدروس في فنون كرة القدم الجماعية والفردية حمص أيقونة حقيقية من أيقونات النادي الإسماعيلي على مر العصور وإذا كان هناك في كرة القدم ما يسمى بالجندي المجهول فإن حمص كان الجندي المعلوم كان الكابتن والقائد المثل والقضوة هو ببساطة النموذج الحقيقي في حب الدراويش والقتال من أجل الدفاع عن قميص الإسماعيلي ولأن الكرة أحبته فقد منحته أهم هدف في تاريخ الكرة المصرية على الصعيد العالمي محمد حمص مع هاني حتحوت في المطش وجها لوجه حوار طال انتظاره يبوح فيه أيقونة الدراويش عن كل الأسرار يكشف عن أسباب تراجع الإسماعيلي هذا الموسم وملابسات الاستعانة به لإنقاذ الموقف ثم تراجعه في هدوء رافضا استكمال المهمة كواليس اختفائه بعد اعتزال كرة القدم وعزوفه عن الأضواء في وقت ملأ الدنيا دقيقا من لم يحققوا بعض من إنجازاته باعتبارهم أصحاب فكر ورؤى لم يأتي زمان بمثلهم من قبل محمد حمص الآن يخرج عن صمته الآن يتكلم أهلا بكم من جديد وأهلا بجديد بالكابتن محمد حمص منورنا كابتن حديث نورك كل اللعيبة اللي لعبوا معك من السابقين واللي دلوقتي ممكن بعضهم مدربين وبعضهم إداريين وبعضهم مسؤولين حتى عن الكرة المصرية ككل دايما لما يسألوا أي حد مين أحسن حد لعب جنبك الإجابة بتكون محمد حمص مين اللي كنت بترتاح وهو جنبك مين اللي بترتاح وهو ببصيرك الكرات كمهاجم يتكلموا على محمد حمص إيه المختلف اللي في محمد حمص يخلي كل اللي لعبوا جنبه شايفينه الأهم في مسيرتهم والله يعني دي ملكة من ربنا صحوانه وتعالى مواهبة ربنا بديها لك لكن إحنا كلاعبين كلنا منكمل بعض الفرقة يعني كلنا منكمل بعض لو ما فيش تحرك كويس أو تحرك في الوقت المناسب الميزة اللي عندي مش هتظهر يعني لكن الحمد لله يعني هي دي موهبة من عند ربنا صحوانه وتعالى والواحد يعني الحمد لله أبدأ بكل إخلاص بدأ حياته في النادي الإسماعيلي من تسع سنوات اللي غطم اعتزلت أعتقد سنة بس يعني قبل الاعتزل بموسم في دجلة لا بتفادي دجلة لكن الفترات كلها اللي كان في النادي الإسماعيلي الحمد لله الواحد راضي عنها الحمد لله الحمد لله ليه مختفي؟ للكابتن محمد حمص مش ظاهر ولا ظهور إعلاني ولا ظهور إداري ولا ظهور على مستوى النادي اللهم إلا نهاية الموسم اللي فات بشكل خفيف كده ليه مختفي؟ لا والله أنا متواجد يعني أنا بدأت بعد الاعتزال بدأت رحلة التدريب كانت بداية مع المتميز كابتن حمز الجمال بدأنا في زفارنا في أمان وبعد كده مع نادي النصر حصلنا معاملة بتوت الكاس ثم نادي القنال ثم بدأت مع نادي الإسماعيلي الموسم السابق فترة كانت قصيرة جدا صرقاوي صرقاوي يعني ده من دمن أحلامي طبعا إن الواحد يقود النادي الإسماعيلي إن شاء الله في المستوى بإذن الله بإذن الله طيب بما أنك تكلمت على الفترة الأخيرة بتاعت الموسم اللي فات في نهايته ليه الفترة كتقصيرة قوي كده؟ أنت أعلنت اعتذارك وقلت أسباب اعتذارك لكن أنت من يوم ما جيت والطموحات عالية إحنا قاب بنخلص الموسم وحشين وقاب مش مجال إن الإسماعيلي يتقال إنه نجح في البقاء في الدوري لكن على أقل مخلصين وبابتسامة إحنا معنا حمص حمص قاعد أسبوع ومشي إلا حصل؟ والله أنا مش عايز أرجع للنقطة دي وإن كان الواحد أنا انتكلمت فيها ويعني ظروف النادي اللي بيمر بيها فمش حاب إن أنا أتكلم في النقطة دي تانية لكن هي اختصاراً يعني أنا كنت متفق على حاجات وصلاحيات وكده ما حصلش فزايد إن أنا برضو كنت بص الرؤية لقدام حسيت إن فيش رؤية وكده بالنسبة للإسماعيلي كان بيمر بأزمة الموسم دوت بتحضر للموسم الجديد المفهود فانسحبت يعني بكل هدوء ومحبتش إن أنا أعمل أزمة يعني قلتها صراحة حسيت إن ما ليش دور فإنت جاي الناس مستنية منك أدوار وإنت عندك طموحات الدور ما بقاش جاهز وبالتالي الانسحاب أفضل أكيد طبعاً أنا أنا جاي أنا يعني في حياتي كلها بحب لأن أكون لها دور ودور مؤثر وأضيف للمكان اللي أنا موجود فيه فحسيت إن أنا مش هقدر أضيف للمكان اللي أنا تربيت فيه وليليه فضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى فقررت إن أنا أنسحب بكل هدوء يعني حاولوا يقنعوك إنك لأ أقعد بصراحة آه يعني الناس كلموا معي وكده بس أنا يعني صممت على الرأي اتكلمت في النقطة اللي قلتها دلوقتي كابتن حمص في إنه أنا كمان حسيت إن على المدى البعيد الرؤية مش واضحة وبالتالي المدى البعيد ده جاه وفعلاً اكتشفنا بعد الاقتراب من نص الدوري إنه النتائج وحشة وبالتالي رؤيتك كانت إنت أوضح كنت إزاي شايف كنت شايف إيه من بعيد هيوصل للوضع ده أنا كنت شايف إنه عندنا لعبة لعبة مسائين زي من الناس متخيلة لكن أنا شايف إن اللعبة تحمل جزء تحمل جزء ليه إن اللعبين مفيش استقرار فني تغيير المدربين ده بنعكس على اللعبين فده أعتقد ده العامل إن اللعبة متظهرش بإمكاناتها وقدراتها لعبة عندها حسن مإمكانة عندنا لعبة على فكرة يعني سواء لعبة صاعدين أو لعبة كدامة أو لعبة نضمه جديد نضمه جديد لا لعبة فيه لعبة على مستوىهم أحسن من كدب كتير إن شاء الله نأمل إن إن الفترة اللي جاية نهد الإسماعيل يعد الأزمة دي وأتمنى إن يكون فيه إيجابية نصدر للعبة و للنادي طاقة إيجابية الموضوع مش مستحيل ومس صعب لا الموضوع قريب وهي تي إنعدام سكا فإن شاء الله الفترة اللي جاية الإسماعيل يرجع للمكانته الطبيعية إن شاء الله ونعد الأزمة دي إن شاء الله بإذن الله اتكلموا معك فإنك يبقى ليك دور ما بعد بقى التقدم في الموسم بما إنه حمص اللي على الأقل الجمهور بيرتح شوية فيمكن نهد الجمهور فيهدو على اللعبة في اللعبة تظهر بمستوى كويس هل حد عرض عليك ترجع للموسم ده؟ كان فيه كلام بيني وبين كابتن عماد سليمان كلمني وإن أنا أرجع لكن أنا أتكلمت مع كابتن عماد وكابتن عز أرجع بقى فيه صلاحيات ويبقى لي أدور وكده كان عايزك في اللجنة الفنية أم في الجهاز الفني؟ في الجهاز الفني كان بيفكر الجهاز الفني اللي هو الحالي يوفيتش مع يوفيتش أنا كابتن أشرف خضر كان إحنا الاتنين كان بيفكروا فينا وكده كان من ضمن الاختيارات لكن أتمنى كل التوفيق للجهاز الفني والدعم ومسندة للجهاز الفني ولللاعبين إن شاء الله أتمنى أن كل واحد يقوم بدوره ويبقى فيه إتقان في العمل فيه إصرار فيه التزام كل واحد يحس بالمسؤولية الإدارة تدعم الفريق فيه دوافع الليحة الثلاث موارات اللي جايين دولة يبقى لهم لايحة خاصة إزاي؟ يعني إزاي إنت عندك تسعة بونت ما فيش مستحيل في الكرة لو حققت التسعة بونت يبقى دا ليهم رقم معين حققت سبعة بونت حققت ستة بونت دا يبقى لهم رقم معين الجهاز الفني ليه دور كبير جدا يعني رجع ثقة اللاعبين فيه دور نفسي ودور اجتماعي وغير الشغل طبعا الملعب اللاعبين عليهم مسؤولات كبيرة اللاعبين لازم إنكار ذات مش مهم من مين يلعب المهم اللي احنا نادي إسماعيلي نخرجه من الأزمة اللي هو فيه فده مهم جدا التكاتف والجميع الجماهير لازم تصدر طاقة إجابية للعبين بنضعم نادي نادي إسماعيلي نادي كبير مش مكانة نادي إسماعيلي هلوى كلمة طاقة إجابية دي كابتر حمص لأنه كل اللي خارج من الإسماعيلية طاقة سلبية الجمهور زعلان النتائج وحشة التساؤلات في الإعلام الإسماعيل يهبط ولا إيه فدي كلها طاقة سلبية صح؟ أكيد ده طبيعي حق الجماهير طبعا شايفه الكآن الكبير والإسم الكبير بيعاني بيصارع طبيعي جدا اللي بحصل لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية الواحد متفايل خير يجب أن يكون فيه تفاول عندنا إن شاء الله عندنا إصرار إن شاء الله أن نعدي المرحلة دي بإذن الله ومضوعه مش مستحيل يعني الموضوع سهل إن شاء الله بإذن الله كلمة قاسية أوي لما يتألك هو يا كابتن والإسماعيل هايهبط ولا إيه أعتقد أنت ككابتن حمص ما تقبلهاش أصلا صح؟ أكيد طبعا يعني أنت الإسماعيل طلوع معروف يعني بنتكلم بأهل زمالك إسماعيلي دايما منافسة يعني بينهم هم التلاتة إسماعيل آه بطلقة مش كتير لكن بينافس بيقدم كرة كويسة بيقدم أداء بيقدم نتائج طبعا شيء صعب السنة اللي فاتت إسماعيلي جي السنة اللي فاتت في نهاية الدورة كان موقف كان صعب جدا السنة دي من البداية الإسماعيل بيمر بظروف صعبة جدا لكن إن شاء الله الواحد متفاعل خير ندي إسماعيلي تاريخيا لا اسم كبير وكان كبير إن شاء الله يعني بعيد عن نبوط إن شاء الله الجمهور لما بيقابلك في الشارع في إسماعيلية كابتن حمص بيقولك إيه؟ أو أنت بترد عليهم بإيه لما بيكلموك في حال الفريق؟ والله الناس حزينة يعني الناس حزينة جدا على وضع ندي إسماعيلي مش إسماعيلية بس إسماعيلي ليه جمهور في الوطن العربي وفي مصر كلها حتى جميل الأهل والزمالك منافسين ليك زلانين على وضع ندي الإسماعيلي فالناس حزينة جدا لكن إن شاء الله الإسماعي دي راجع بإذن الله إن شاء الله لمكانته الطبيعية بإذن الله شفت إزاي ريكاردو عودته دربك قبل كده ومشي ورجع ومشي ورجع تاني شفت إزاي القرار إن ريكاردو هو اللي بيبدأ الموسم مع الفريق أنا شايف مستر ريكاردو طبعا كان متواجد مع أنا 2009 وصلنا مرة فاصلة مع نادي الأهلي وقدينا فيها كان الموسم ده موسم مش عاوز أقول إحنا كنا الأحق بالبطولة لكن كل شيء اسمه نصيب يعني ربنا تنشرها دي النهاية تكون بينا الأحق ده من الناحية الفنية ولا من أي جهة؟ من نحية الفنية وأداء ونتيجة يعني كنا الأفضل يعني قدينا موسم أقصر من رأي فريكاردو في ما جاء الموسم السابق وبدأت الموسم ده طبعا جيه في ظروف صعبة جدا يعني النادي تعاقد مع الموسم السابق والموسم ده قلت مستر ريكاردو ريكاردو من الناس اللي ليهم خبرات يعني ضرب الإسماعيلي والهلال فليه خبرات في مصر ولكن التوفيق أنت عارف التوفيق وعدم التوفيق في الكورة الإسماعيلي أصلا الأنسب له إيه في العادي في العموم مش بتكلم بس على دلوقتي أجنبي ولا مصري أجنبي ولا أسماعي اللاوي؟ والله مش شرط يعني سواء مصري أو أجنبي يكون عنده مقاومات يعني يكون عنده مقاومات النجاح الفترة دي احنا معنا مدرب أجنبي نشايف الراجل طبعا عشان تحكم عليه صعب تحكم عليه في الظروف دي يعني جي في الظروف وإن شاء الله يعني اللي جاي أحسن بإذن الله بتتكلم مع لعيبة في أي تواصل بيتم بينك بشكل شخصي كحمص يعني مع لعبة الإسماعيلي الحاليين أنا كمحب يعني قبل ما أكون لعب في النادي إسماعيلي أنا من جميل النادي إسماعيلي أنا طبعا اللعبين على علاقة بيهم جيدة طبعا كنت متواجد وبساند النادي في مقراطة أمبي وكنت متواجد في الاستياد فربنا وفاهم يعني إن شاء الله وقول لهم أنتوا أداء إن شاء الله تخرجوا من الظروف الصعبة ديت أنتوا مع بعض تكاتف مع بعض كل أحد يحس بمسؤولية كل لعيب يحس بمسؤولية إن هو بلعب في النادي كبير وكان كبير هو لو مش لعيب كويس مش هو متواجد في النادي إسماعيلي هي موضوع عن عدم ثقة يعني إن شاء الله يعني هم مع بعض وعندنا لعبة كويسة والله عندنا لعبة عندهم قدرات وإمكانات كويسة طيب مهم جدا هم يسمعوها بنفسهم منك مين اللعيبة اللي بتعجبك في الفريق وبتحس إن هم أدرين كخامة إن هم يشيروا الفريق على مستوى النتائج ما تبقاش دي النتائج اللي طالعة منهم مين بيعجبك في الفريق دلوقتي والله فيه أكثر من اللعيب يعني يعني فيه أنا بيعجبني محمد صادق فيه عبد الرحمن مجد إن شاء الله يرجع من الصواب باهر محمد برضو كوة ضربة إن شاء الله لكن يرجع من الصواب دفاعا وهجوما انتفقت برضو قوتين بالضبط كده فيه محمد عادل الوافد الكتير برضو من اللعبات كويسة جدا أنا مش عايز نسى حد يعني فيه لعيبة لأ عندنا لعيبة كويسة فيه حسين السيد قده مارود كويس جدا اللعيبة حتى يعني مش فكرة لعيبة الصاعدين لأ عندنا لعيبة كويسة فيه بيوم محمد بيوم يلاعيب كويس جدا فيه عمار فيه كاستيل ولأ لعيبة اللي طالع حتى محمود البدري ربناش فيه وأحمد أيمن دول من اللعيبة الصاعدين بس لعيبة الظلم وأنا أنا ما صعدت أو اللعيبة معظم اللعيبة سواء حسني أو أحمد فتحي أو اللعيب على حمد مرسن لو حواليهم ناس تشيلهم صح؟ بالضبط أنا طلعت فوسة لعيبة كبار فوسة لعيبة كبار دي بتفري معك نفسيا يعني بيقول لك سبات من فعالي في المواقف الصعبة ليه هو بيهديك ما تخافش فاللعيبة دي طلعت ما تلعبش فوسة لعيبة كبار فدي أنا شايف دي لعيبة دي لو تواجد فوسة لعيبة كبار أو لعيبة على مستوى عالي لأ كان وضع الإسماعيلي كان في حدة تانية خالص كبار الإسماعيلي الأدام يعني كابتن حمص والآخرين المفروض يكون لهم دور في المرحلة دي مش بس على مستوى أنك ليك منصب أو أنك ليك وظيفة في النادي في أدوار تانية شايف أنه نجوم الإسماعيلي مفروض يعملوها في الفترة دي طبعا النادي إسماعيلي حق علينا طبعا يعني علينا كلنا يعني النادي في موقف لا يحزد عليه لازم كلنا يتواجد يعني لقدم الدعم للنادي واللعبين بأي طريقة يعني بأي وسيلة نشوف نظر نفيد النادي بإيه ده حق النادي علينا كابتن حمص بسألك عن كابتن حسني عبد الرب ورفيق الملاعب وكابتن من كابتن الفريق في وجودك أولا يعني إيه طبيعة علاقتكم بتتكلموا بانتظام ولا العلاقة بزيوف الحياة بإداءالي على تواصل طبعا حسني طبعا من النجوم الكبار ويعني حسني من أمتع وأنا في رأيي الشخصي ومن أحسن لمندرات اللجوم في تاريخ مصر حسن نجم كبير ولعب كبير وراجل عاشق النجم الإسماعيلي وراجل حزين على وضع النجم الإسماعيلي أكيد طبعا فكر الفيديو اللي عمله وقال إنه اتمنع من دخول الإستاد وحس هو بإهانة إنه إزاي نجم إسماعيلي يتعمله كده من الإدارة إزاي شفت المشهد ده وهل اتكلمت معاه بعدين؟ لا أنا شايف طبعا حسني نجم كبير ما ينفعش مهما كان الاختلاف بيننا في وجهات النظر إنه يتمنع من نجم الإسماعيلي بين نجم الإسماعيلي بين نجم الإسماعيلي هو بين مين ومين؟ بين حسني وإدارة النادي ما ينفعش يعني حسني نجم كبير وراجل أعطل للنادي الإسماعيلي وفي نفس الوقت ما ينفعش إنه حسني كان يعني المشكلة تكبر بين النادي والنادي يعني ما تطلعش للإعلام يعني طلعش للإعلام أقصد يعني لكن يعني حسني سيزل للنجم ونجم كبير ورمز من رموز النادي شايفوا رئيس نادي إسماعيلي في يوم الأيام ولا مش بتاعته؟ بص رئيس نادي يعني لازم يكتسب من الخبرات ويخدها بتدرج يعني الموضوع من السهل يعني أنك تبقى رئيس نادي ورئيس نادي كبير زي نادي الإسماعيلي الموضوع من السهل عاوز خبرات عايز تدرج يعني أنا في رأيي تتدي كاعدة متلس إدارة وتدرج وصفته بأنه من أحسن لعيبة خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية أنا بستمتع بيه حسني إيه مميزاته يعني إيه اتكلم عنه كاكورة اتكلمني عنه أنت جوه الملعب بتشوفه إزاي المختلف اللي بيقدم حسني كهدفندر كدفاعيا وهجوميا عنده ميزة شوتينج الفولات بلعب بالرأس عنده مرة اللاعب بالرأس لا حسني لعيب لعيب يمتعك اللاعبين اللي هم يمتعوك محمد حمص زميله محمد صبحي في الجيل الدهبي مشي ولف ورجع تاني الإسماعيلي هو الحقيقة آخر سنتين يعني يحاول بكل الطرق أنه يختم مسيرته في الإسماعيلية ونال ده الموسم ده بالانتقال للإسماعيلي بالعودة مرة تانية شفت إزاي عودته للدرويش صبحي يستحق يعني راجل أعطى لنادي الإسماعيلي وحق أبو طلاط معنادي الإسماعيلي وأنا رأي صبحي يعني من الحراس الكبار يعني حسني صبحي حارس مرمى كبير وإن شاء الله يبقى ليه دور الفترة دي مع اللاعبين عنده خبرات إن شاء الله يقدر يوصلها للعبين دي يعدوا الأزمة دي زي إن شاء الله كتيبة من قلمع النجوم في نص الملعب محمد حمص وباقي بقى النجوم سواء دفاعا أو هجوما آخر تتويج للدرويش في 2002 نسبنا من الهموم شوية ويمكن الكلام عن الأفراح يصحي الحب الأصفر حب الإسماعيلية في قلوب اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي أو حتى في الإدارة هرجع معاك بقى 19-18 سنة كده الورا 2002 والتتويج الأخير بدقب الدوري بعد ما كنتم بترهبوا كل المنافسين وبعد منافسة شرسة مع الأهلي من بعديكم والزمالك من خلفكم إزاي فاكر إزاي الذكريات فاكر إيه إزاي الفترة دي كابتن حمص دقتي فترة من أحسن اللحظات وأمت على اللحظات في تاريخ الواحد بطولة الدورية 2002 ساعتها احنا كنا نمتلك جاسفاني على المستوى عالي جدا وقدت كابتن محسن صالح اللاعبين على المستوى عالي أداءا ونتيجة موسم فرقة كاملة متكملة بتتكلم في بداية حرص المرمى عندك محمد صبحي مش عازة أنسى حد يعني عماد النحاس عمري فاييم عطية صابر إسلام الشاطر سيد معوض عندك في نص الملعب كان خميس جعفر وحمد فاتحي وحمام إبراهيم قدام كابتن محمد صالحة فوجريشة محمد محسن كابتن محميد باسيوني لا فرقة محمد عبد الله مش عازة أنسى حد يعني اللاعبين فوحمد الجمال طبعا كل دول على رأسهم محمد حمص اللي انت ما قلتوش بس لازم يتقلع حتى لو انت اللي تتكلم فانسى لازم تقوله أعتقد يعني أكيد كنتم موجود معاما أكيد فلا يعني لعيب الكرة إحنا كنا بننزل حتى التمرين بنستمتع في التمرين في الماتشات نفس الحكاية تحس إن إحنا كده كل حد حفظ تاني بالنظر فالموسم ده من أفضل وأحسن مواسم كان قبل كده يعني دايماً لما بتتقلل كلمة المشهورة بتاعت إنه قافة اللاعب المصري إنه لما بجيب جول بيرجع للخلف كنت بقوله ما عدا الإسماعيلي 2002 ده يجيب جول يدور عالتاني كنتم بتنزلوا تدوروا عالتالت والرابع والخامس في الماتشاط فكنت فريق فعلاً يعني أي منافس يخاف يلعبه كنتم مفتريين كروياً الفترة دي إحنا كمان إحنا بدأنا من أعتقد من بطولة الكاس 99-2000 لنهاية 2004 تضبوط إحنا الفترة دي حققنا فيها الكاس من 99-2000 حققنا بطولة الدوري 2002 وصلنا نهاية بطولة أفريقيا 2004 نهاية بطولة عربية لا أجيل كان قوي يعني من أفضل وأحسن وأمت على الأجيال التي كانت موجودة في نهاي دي إيه اللي تفتكروا في الموسم ده موسم الدوري 2002 ده إيه أبرز ذكرياتك حاجات عمرك ما تنساها مواقف جوه الملعب بتفتكرها ممكن تحكيها اللعبة الإسماعيلي أو جمهوره دلوقتي من أبرز المواقف كان مباراة المصري دي كانت أخذ مباراة دي اللي طوجنا فيها إحنا كان لازم نكسب وجمهور كان المضالجات ممتلئة سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال كانت حاجة كان قرنظال كان احتفال كان جميل جدا يعني بعد ما وراه الجمهور كله كان في الملعب لا نادل إسماعيلي الجمهور ما بتحس اللاعبين بيعملوا لعليهم لا الناس بتقدر ده يعني الفرحة دي فرحة لا توصف كذلك كان 2009-2000 ده الكاس ده الأول ما قولين العرب 4-0 كان مولين العرب 4-0 الناس استقبلونا يعني برّة إسماعيلية على بوعد أكتب من 25-30 كيلو باستنيين وانتوا جاين من القاهرة من القاهرة فلا جميل نادل إسماعيلي بتقدر يعني ده اللي أنا بقى الرسالة اللي أنا بقى أجهة لنادي إسماعيل اللاعبية لنادي إسماعيل احمل عليك ابزي الأقصى ما عندك إن شاء الله التوفيق يكون معكم إن شاء الله بسيئة هرجع لك أكيد هتكلم عن الفترة دي وعن كمان 2004 لأنه كان دوري أبطال إفريقيا قريب قوي الجيل ده كان يستحقه لكن خسرته من إنينبا لكن بعد ما أرحب تليفونيا بإلي سمع كلامك وحب إن يدخل يتكلم معك وأنا هتشرف بالحقيقة بإنه يكون أنا ووسطكم إنتوا الاتنين قول ألوبا أنت هلو؟ لا بلاشي النعمية أول بلاشي النعمية رومانسي أوي وبعدين أنت كل شواء كل يوم باعي في الشدم يعني بتيش طاق الرجلين بس أنا منزل بسين بس إزاك عيني عمي كابتن حسني عبدالربو أهلا بيك نجم نجوم الدرويش منور الدنيا وحش كابتن حسني والله يعني حلقة ممتعة مع واحد يستحقل كتير جدا 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 في الرياضة المصرية وبالنسبة لي أنا قلتها حمص مثل الأعلى في الأخلاق وبالاحترام وباللعب وبتشرف اللي أنا لعبتي في يوم الأيام جنب كابتن حمص وطبعا كلامه علي دي حاجة أخوة دام الناس اللي بيني وبالحمص بالنسبة لي كبير بتعلم منه كل يوم يعني الاحترام وحب الناس ده بحسدوا عليها لأن فعلا واحد من الناس الجمهور مصر كله يتطفق على حب شخص يا حاجة كبيرة جدا 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 فالحب ده من الله سبحانه وتعالى فبقول له منور حمص نفسينا نشوفك نفسينا نشوفك لأن لازم تبقى موجود لازم تبقى موجود جواناد الإسماعيلي لازم تبقى موجود فأي منصب لأن اللي زي حمص مش كتير اللي زي حمص نادرين جدا بأخلقوا حب الناس ليهم فأنا سعيد جدا وأنا بتفرج على الحلقة يا هاني وأنت محظوظ اللي أنت قدرت الضغر ده لطلع حمص من القوضة اللي قافل نفسه بقول له ليه مختفي قال لي مش مختفي وقلت له لأ مختفي يا كابتن حمص هو حمص يعني طول في حياته أو عمره كده يعني ما بيحبش الظهور كتير لكن أنا أتمنى أن الحمص يبقى له ضور يعني الزمن الظهور في نادر الإسماعيلي وأنا عارف حمص الشخصيات اللي بتحب النجاح وبتحب يبقى له شخصية أو ضور في المكان اللي يبقى متواجد فيه وده يعني النتائج اللي احنا شوفناها الفترات اللي فاتت كلها لما يبقى موجود واحد بقدرك أن الحمص موجود في النادر الإسماعيلي ويعتذر فأعرف أنه فيه حاجة غلط أعرف أنه فيه حاجة غلط هو نادر الإسماعيلي لأن حمص مش الناس هتيجي وبتاكل عيش وتمش لا حمص عايز يخش في النادر الإسماعيلي حتى لو مش هاخد فلوسة سيشتغل بحرية وبقاله ضور جواني فده علامة بتقولك اللي النادر الإسماعيلي يوصل فيه هو نتائج حاجات كتير جدا إنما هنرجع ونقول أنا مش عايز أخد من وقت الحلقة طبعا إننا مش عايز أخد من وقت كابتن حمص وكلامه بس أنا حبيت أشكره وحبيت أقول كلمة كابتن حمص قدام الملايين اللي بيتفربوا عليكم وحبيت أقول كلمة للنادر الإسماعيلي ولعيبة نادر الإسماعيلي يمكن أنا الفترة اللي فاتت سبحت بتابع الأحداث واللي هيخسر يا هاني في الآخر رموز نادر الإسماعيلي يعني تخلينا نطفق إحنا الخسرانين حمص وحسني وناس كتير عادة مش هتلاقلها للنهاية إحنا الخسرانين لأن أي واحد بيبقى مسؤول أو أي منصب بيركب عربية وسلام عليكم من الصبح إنما اللي بتحق دمهم هو جمهور نادر الإسماعيلي اللعيبة اللي تعبت وعرفت يعني كلمة نادر الإسماعيلي مفهوم فإحنا لازم زي مكتب حمص بيقول لنا دور بس الدور يا هاني مش هيجي زي ما حصل إنتوا لسه بتكلموا في مشكلتي والمدرجات مزبوط واللي قال صح أو الغلط وات إفر بقى كل أحد بيقول وجهة نظره بس في الآخر هنبقى فرضة على حد أو إحنا مش هنبقى ناس كتير بتقابد أنت بنتا دورك أكد أنت بنتا ما بتروحش إليه أنا رحت وفي الآخر طلع منظري كده لأ إحنا منتظرين وموجود رموز يعني أنا بعتت على الرموز اللي موجودة مفكروش حتى إن هما يتصلوا باللعيبة كلها الكدامى اللي بيحبوا النادي يعودوا معاهم زي ما كانت الحمص بيقول حتى لو استشارة حتى لو هما عايزة خبنة مننا يعني إحنا قلنا يا جماعة إحنا مش مشكلة نشتغل على فكرة ده بيتنا ده ندينا إحنا مش منتظرين حتى عشان إحنا مش محتاجين فلوس من حتى أو الحاجة إحنا ونشتغل نشتغل غير فلوس بس إحنا دينا رؤية ودينا نظرة ودينا الحمد لله اللي إحنا نقدر ندينة وبيتنا كابتن حسني أنا لو بعتب بعتب على الناس المسؤولة على الناس المسؤولة لازم يقاله دور مع الناس كلها يعني حب الأنا ده طعب جدا يعني طعب جدا جدا يعني أنا بطل من كابتن علي اللي هو يلم الناس كلها الناس المعارضة والناس اللي معاه لازم يتوقف هو نادي الإسماعيلي وتدعي الناس كلها اللعبة الخدامة يجوا كل مطش ويجوا كل تمرين لأنهم دول المسندين الحقيقين للعايبة اللعبة لما تشوف كل النجوم دي حواليها صدقني اللعبة هتختلف اللعبة فقط ثقة في نفسها ده رقم واحد أنت لو اشتغلت على الثقة بس لعبها تقدر ترجع داني لعبها في فنيا طبعا أنا أنا قلتها وبقولها الفترة كل فترة لها مدرب الفترة اللي فاتت لازم مدرب مصري لازم يعرف لعب إزاي لعب الأهلي إزاي لعب الدجلة يا كابتن يا كابتن هاني أنا لو مسكت وراء وقلم وقلت للعيبة أنا عند دربة وعمتوشرة هم دول هيقعدوني في الدورة صح زجلة والأهلي والفترة الجيش والسلاميكة نظبوط أنا عند دلت مطوشرة بنافس أولا الفرقة اللي أنا تحتية لو كتبتها ستة بنت وبعد كده الأهلي أنا الأهلي ماتش لعيبة مش هتكلم فيه شاولي أنا عايز بنت ولا تلتة بنت لأن ده ماتش لعيبة ومش محتاج كلام عند ماتشرة جاي فترة الجيش وعند تلتة بنت وثلتة بنت نرحوا منك بنتين نرحوا منك تكن يبقى عندك تسعة بنت على الأقل من الاثناشر بنت وعندك تسعة عند قعد طول الموسم ما خدتش غير تسعة بنت لو أنت ركزت أنا معلش بس بتكلم بس لا خالص يهمنا جدا وأتمنى كمان ببقى أن الكلام معك مفيد جدا كروية للفريق نتنورنا قريب جدا يا كابتن حسني أتمنى دور بحاله أنت ما خدتش غير تسعة بنت تخيل لأن أنت ممكن أربعة مطوصة وتتاخد تسعة بنت تاني وتبقى عندك تمنتاشر بنت تقدر تاخد نفسك وتقدر تراجع حساباتك وتخش على الدوري والله الإسماعيلي لو كان عمل كده وركز والله العظيم أنا بقول لها في الإسماعيلي تفنش خمس سات اللعيبة دي عايزة صدر اللعيبة دي عايزة ترجع لنفسها أنت بتوصل أنت النهاردة في إحصائية أنت ثالث فرقة بتوصل للجول أنت متخيل تدر تسماعيلي وهو للأسف في الترتيب بتاعه وبيوصل تالث فرقة بتوصل للجول يبقى تالث فريق في قاع الجل معنى كده أنه في حاجة فنية هو ده اللي بتكلم كارت الحمص وهو يتكلم أكثر مني فيه وأحسن مني أن الثقة اللعيب طول ما فقط الثقة صدقني ما هيقدر يديك لنبعني محتاج تاني يرجع اللعيبة ترجع المدرب إحنا كلنا وراه كلنا مع الجهاز التبني وكابتال عمد التاريخ إحنا كلنا معه كلنا مع الجهاز التبني كلنا مع ندين قبل أن يكون مع الشخاص ورا ورا الاسماعيز ورا البيت وده اللي ممكن يكون بينقص الإسماعيلي دلوقتي أنه أسماء النجوم الكبيرة بالشخصيات القيادية اللي زيكم أنا برضو أتوقع أن السؤال ده موجه ليكو الكابتن حمص في يوم من الأيام كان حمص بالشخصية دي وحسني عبدالربو بالشخصية دي في ملعب واحد هل الإسماعيلي دلوقتي بيفتقد الشخصية قيادية جوه الملعب ممكن تعمل ده طبعا 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 أنت معي النوطة دي الوسطى الناجل الإسماعيلي الموضوع مش 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 السنة اللي فاتت لا الموضوع بدأ من 2012 إنت بدأت تفرغ الناجل الإسماعيلي خمس لعيبة عضو بتنتهي بتنتهي لا ما بتجددش والسنة اللي بعدها نفس الكصة فأصبحنا أنت دلوقتي الفرة ما فيهش معاصر خبرة غير محمد صبحي مظبوط لأ عندك أساس بتبني عليه فدي مشكلة بتقابل ناجل الإسماعيلي المشكلة التانية أنت ما تصنعش كوادر ناجل الإسماعيلي لأ النقطة الثالثة ودي المهمة عندك قطاع الناشئين لازم نهتم بقطاع الناشئين إحنا دلوقتي في عصر الاحتراف ومش أنظر النجاري بعض اللي عندها في الفلوس يعني الفلوس عالية جدا فأنت لازم عندك بديل البديل أن أنا أهتم بقطاع الناشئين أهتم إزاي بقطاع الناشئين أجيب كوادر كويسة عندي والمدربين دول ياخدوا الواتب عالية جدا لأن ده اللي هتطلع لعيب كويس نادل اسمالي كان بممتاز أن هو عنده قطاع الناشئين بطلع من أحسن اللاعبين في مصر صح فلو اهتميت أنا بقطاع الناشئين بالمدربين يعني وجدت ملاعب كويسة أدوات ده مهم جدا أهتم يعني بالناشئين ده عطاق ده يبقى حل بديل اللي أنا مش قادي أجاري لديها في ظل ارتفاع الأسعار والحاجات دي كلها كابتن حمص بتقول آه طبعا لما سألتك على افتقاد الفريق لشخصية قيادية زي حمص وحسني عبد الرب أكيد أكيد أي فرقة لما كانت الحمص قال لي إحنا يمكن ترى أنا في جيل سنة وجيل عرفنا كده لأ وكده صح واتحرك كده وعلى كده الجيل ده كان ينقصه طبعا وأنا في آخر أيامي أنا كان نفسي طبعا لنا أستمر أكتر أكتر من كده فالفرقة عانت عانت بوجود حد زي ما بيقوله لازم يبقى فيه مدرب تاني في الملعب يعني المدرب على خطو جوه الملعب واحد ممكن انت مش محتاجه فنية المية في المية محتاجه خططيا تكتكيا جوه الملعب المية في المية وده اللي بيشوفه في العالم كله انت فيه لعيبة لازم فيه لعيبة محتاجة إزاي حركهم تعالي يمين تعالي شمال الوقف هنا تعالي هنا عالك الكلام اللي بقوله ده ده واقع انت محتاجه لازم اللعيبة زي ما حرم يتكلم لعيبة زغيرة لعيبة ضد وليس ما عندهاش خبرات اللعيبة فضة ده كله اناما اللعيبة عندها كرة يعني اللعيبة لو جيت بس زي ما اللعيبة كلها لأ عندنا عندنا لعيبة كويسة بس زي ما بيقولك هن محتاجين كلهم بس يا تكتفو هيقدروا عاوضوا حطة النقص اللي اللي متبقى موجودة قائد او كده طبعا وجود صبحي طبعا يعني مهم جدا ده بيقدر يلم وانا عارف دوره يعني ايه في الفرقة وجوده عمر الوحي كباتل الفرقة وحكري وفي لعيبة كبار برضو موجودة بيقدر ان شاء الله بيزن الله هتلم اللعيبة وبيقدر اللي تهوى اللعيبة وانا من خلالك انا والله العظيم كبال مرة احنا مبعد جدا يا جماعة احنا 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 وعاد من اشخاص انما احنا كندينا وكبلدنا وكحب جمهور وكفاريخ احنا موجودين احنا محتاجين بس حد يعني اطر احترامه لينا يعني واحد الكابتن على بوكريشا لو رفع السماعة واي واتنصل بحمص واتنصل بكابتن محمد فلح بوكريشا واتنصل بحسن واتنصل ببتا وبتا تعالوا مش عيب جدا ان انت ترفع السماعة وتقدر رموزك انما انا خلاص عايزين ننسى يا هاني حتة حب الانا انا مش مش علي بوكريشا او انا حسن عبد الرب او انا فلان الفلان لا صح دي رسالة مهمة جدا جدا وانا الحقيقة اتشرفت بوجودك انت الحلقة اه ممتعة بوجود كابتن حمص زيتها انت امتعني كابتن حسني اتمنى تنورني قريب جدا كمان عشان نواصل الكلام عن الرويش والجيل الذهبي وبنتكلم كمان على ذكريات حلوة علشان توصل رسائل للجيل الحالي ويحسوا قدية الناس بتقدر التاريخ اللي بيتعامل جوه ارض الملعب شكرا جدا جابت كابتن حسني نورتني واتشرفت بوجودك معايا يعني اعتقد كانت مداخلة كمان مهمة جدا بشكره علي اكيد طبعا يعني كلنا يعني زرانين على نادر الاسماعيلي كلنا شايلين هم نادر الاسماعيلي وده حقق علينا زي مولد حرفك يعني النادر الاسماعيلي يعني الموقف اللي هو فيه والأزمة اللي هو فيها لازم تكاتفه الجميع وكل ينسى كل خلافاته وينسى كل مشاكله ونفكه في حاجة واحدة بس اللي الاسماعيلي يعدي الأزمة دي مظبوط ده أهم حاجة نرجع بقى للحاجات الحلوة الجيل اللي وصلنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا كسبتوا النجم السحيلة أنا فكر كنت رايح جاي في دور الأربعة بعدها وصلتوا الفاينال اتغلبتوا 2 من إنيمبا هناك وهنا في مصر احنا كان التراجي كسبنا التراجي تراجي كانت 3 واحد 3 واحد في اسماعيلي عندنا و3 واحد في تونس بعدها الفاينال 2-0 هناك في نيجيريا و1-0 هنا كان حسني عبدربه نفسه لسجل كان ضرب الجزاء ضرب الجزاء احنا يمكن المطش الأولاني حصلنا ظروف كان ما بين إيقافات وكان حسني ساعتها وأحمد فتحي كان منتخب الشباب كان كسر عالم تقريبا كان في الإمارات حاجة زي كده تفجيرتم؟ دي حاجة غريبة بالنسبة لكم فكرة أن 2 لعيبة يروحوا كسر عالم من أهم اللعبين عندك وغير كان فيه غيابات ساعتها 3 لعبين انظرين تقريبا حاجة زي كده فبتتكلم في 5 لعبين من اللعبين الأسية عندك موقفين أنا أستعيد ذكريات فكرة أنه 2 لعيبة من الأعمدة الأساسية يطلعوا من الفريق اللي بيرعب في فاينال أفريقيا عشان يروحوا للمنتخب حسيتها يعني مش منطقية عمالة فتكر كنت أنا إيه إحساسي ساعتها مستغربها عمرها ما تحصل دلوقتي ما تحصلش دلوقتي يعني أنت بتتكلم في بطولة قرية الظروف طبعا انتجة مباراة الزهاب طبعا أثرت على مباراة العودة طبعا من في الشك زاد الظروف التانية بقى في مباراة العودة الحكم يعني الحكم ساعدهم إضاءة الوقت ما لعبناش لو جيت حسبت المحاصيل لنا لعبنها نص ساعة يعني من 90 دقيقة أحرزنا هدف في أول 5 داي مقرام شوط الأول كان شوط الأولين لكن الحمد لله يعني الحمد لله الإسماعيلي في يوم الأيام ممكن يرجع يلعب في أفريقيا وينافس على لقب أفريقيا ولا شايفها بعيدة شوية لا يرجع بس لو أنا يعني في فكر في رؤية نستفاد من اللي حصل الموسم اللي فات والموسم دوت نشتعل من دلوقتي تبني للسنوات اللي جاية وعندك عندك مشروع عندك هدف تشتعل عليه من دلوقتي لأن أنا شايف عندنا عندنا عناصر كويسة جدا يعني تشبه كويسة عندنا فعلا يعني من اللعبة كويسة طبعا وبيكتهد وبيبزل أقصى مجهود لكن ما فيش توفيق لعيب زي محمد الشامي يعني منه لكل توفيق إن شاء الله وتوفيق يكون حليفه إن شاء الله لفترة جاية ثم هو بكتهد وبيطعب وعنده إصرار إن شاء الله لو عايز يقدم حاجة كويسة إن شاء الله ربنا عفقه شكر النجيب برضه أنا باللعبة اللي بستمتع بيها شكر العيب كويس جدا عاوز دفع من الجمعية إن شاء الله يعني فيه لعيبة عندنا لعيبة كويسة دونجة من عصر خبرة برضه يعني ليهم دور وعمر الوحش يبتين الفرقة برضه إن شاء الله مع رجوع باهر وعبد الرحمن مجد إن شاء الله والإصابات اللي عندنا إن شاء الله اللعبة إن شاء الله ترجع المستوى إن شاء الله بين وقته والتاني بتقال باهر هيمشي باهر جايره عروض خليج أهلي عبد الرحمن مجد نفس القصة فيرامدز أهلي خليج إيه رأيك ناصحتك ليهم شايف إيه الأنسب ليهم أنا أنت لعيب متعاقد مع نادي الإسماعيل الأمور في يعني في إيدي النادي الإسماعيل نادي الإسماعيل يشوف يعني مصلحة النادي فين في تواجد اللعيبة لا يمكن خلاص Ligner بعديته من معتواجدة مصلحة النادي إن اللعيبة تحترف خلاص دي بتاعة النادي ناصحة اللعبين أنتم متواجدين في نادي الإسماعيل نادي إسماعيل نادي كبير اسم كبير بيكبر أي حد أنتم لعيبة كويسة الفترة أنتم موجودون فيها اشتغلوا فيها بكل إخلاص وبكل إعمانة و أنتم محترف ده ناصحة اللعبين وناصحة الإدارة إن الإدارة تشوف مصلحة النادي فين أكيد الرحيل عن الإسماعيلي بعد تقريبا 17 سنة فريق أول ما كانش قرار سهل على الإطلاق هتكلم معاك عنه بعد الفاصل في المتش في وجود حمص نجم نجوم الإسماعيلي هليكم معنا صاحب الضحكة الجميلة نجم نجوم الدرويش الكابتن محمد حمص هو لسه ضيفنا أهلا بيكم مرة تانية منور كابتن حمص مرحبا الله كابتن لحظات الرحيل اتخاذ القرار مشيت إزاي حسيت بإسعدها هو القرار كان صعب جدا أنت حياتك كلها ديتها في نادي الإسماعيلي أنت عندك 8 سنوات لغاية سن 30 سنة فبتتكلم في حدود مثلا 28 سنة 27 سنة حياتك كلها في نادي الإسماعيلي فكان قرار كان صعب جدا لكن أنا اتخذت القرار لأن حسيت أنها مش مغوب فيها حسيت أنها مليش دور مين اللي ممكن يكون مكانش راغب في حمص؟ مين اللي ممكن يكون وقتها مكانش راغب في حمص؟ ساعتها كان رئيس مجل سدارة العميد محمد أفو الصعود كان الوقت ده ففضلت الابتعاد بكل هدوء كانت إي المشكلة؟ أنت ساعتها وجهت له يرسالة بعد ما مشيت قلت له الإسماعيلي ده نادي كبير ما ينفعش اللي بيحصل فيه كانت المشكلة أنا كنت شايف المشكلة مش فنية يعني أنا كنت بقدي بلعب أساسي لغاية ما جي مستر ريكاردو الولايات السانية حسيت أن لأ أنت قبل ما تيجي أنا كنت بلعب بدأ أن هو يستبعدني احتياطي بشاركش فحسيت أنه مليش دور كابتن فريق وطوله الموضوع مش موضوع فني حسيت أنه متقل ريكاردو كده؟ أنا حتى أنا وقفت معاك يعني كان أخ مباراةنا العبتاها كانت مباراة في الدوري وقدت بشكل كويس وكل أسنى على عدية وكده جيت المباراة اللي بعدها ما لعبنيش فلا وقفت معاك وطوله أنا كابتن فريق ومش هسبب أزمة وأنا متواجد معاك في التمرين لكن ما تحطنيش في المباريات أنا ده المسلم الأخير اللي هي من قيد إسماعيلي إن أنا حس إن الموضوع مش فني إن هو الموضوع إداري فقال لي لا نحن تعرف أنا القرارات كلها دي بتاعتنا أنا في احترام متبادل بينك قلت له أنا بحترمك ودير وقيتك وكده لكن أنا أنا مع الفرقة قلبا وقالبا لكن أنا ما تحطنيش في المباريات تاني وده كان أخي موسيم لي فزي ما قلت لحدك أنا بحب أكون متواجد في مكان يكون ليه أدور فيه أكون مهم في المكان اللي موجود فيه أكون إضافة فأخذت قرار كان قرار صعب عليا يعني أنا عدت أربع خمسة يام ما بنامش أربع خمسة يام ما بتنامش أه قرار كان صعب كان نقاسي عليا لأن أنا ارتباطي بالنادي إسماعيلي ارتباط وصيق يعني بتتكلم في 27 سنة يعني آكل شارب نايم نادي ليه فضلة عليك بعد ربنا سعود أنا اسمي محمد حمص فكان صعب بكيت أنا مش من نوعية لكن بطقصة تقصة لجوه آه يعني آه لكن كان حاجة صعبة عليها أنت تسيب نادي الإسماعيلي وقديت موسم في ودي دجلة إزاي خدت قرار أنك ما تعازلش في الإسماعيلي أروح ودي دجلة أعمل تجربة جديدة فكرت فيها زي ودي دجلة من نادي من نادي اللي هو نادي محترم جدا نادي بشتغل باحترافية عليه احترافية يمكن يمكن الموسم ده من أفضل وحسن موسم وحقق في ودي دجلة أفضل مراكز في تريفه ساعة المناصرات الدورة الممتاز المركز الخامس كان فيه مجموعة لعبة متميزة جدا ويجاز فني عن مستوى عالي كم مين ساعتها؟ ساعتها كان بدانا مع كابتن أحمد حمودة كابتيرون؟ وبعد كده كابتن أحمد صدي نادي الموسم حعانا فيه المركز الخامس كان موسم يعني أقصى من رائع حعانا فيه نتاية كويسة جدا ليه ما كملتش ليه ختا سنة واحدة واعتزلت؟ والله المسلم المعدي حجمها في صعود حصل بنا يعني يعني فيه ناس تدخلت وكان يعني تقارب وجهات النظر وكده بس حسيت برضو يعني في رجوعي يعني مش عايز أقول إن فيه بعض الإهانة ليه وكده ازاي؟ اه العقد وموضوع قلتوله أنا يعني الموضوع حاجة ما تتلطقش مع قيمتك وإسمك قلتوله آه أنا يعني قدرني أدبيا لكن ماديا حط الرقم أنا مش أخد الرقم ده يعني لكن ما ينفعش يعني كان حضرت الرقم حتى لو لعب ناشئ لسا انت بتصعاده مقابل إنك تجي الإسماعيل طوال سنة وتعتزل بس ف كنت بحتاج إيه غير المادي وحسيت إن أنا برضو يعني حسيت أنا برضو يعني ساعتها مش هقدي مضافة للنادي ومش هيضيف لي قدي اللي ضافوا لي قبل كده وقلت برضو إن الواحد برضو يدي فرصة فيه ناشئ طالع وليه ياخد فرصة وكده فحبت يعني خلاص خدت قرار بقى الاعتزال وأنا يعني يعني بالنسبة لي يعني قراري بعد الاعتزال إن شاء الله إن أنا النحية الفنية نعم طموحك فين كمدرب لحد فين رايح أنا أتموحي طبعاً أول حاجة إن أنا حقق بطولة مع نادي الإسماعيل إن شاء الله كمدير فن إن شاء الله بإذن الله طبعاً كمدير فن أنا خدت يعني خدت قرار إن أنا وبسعى الأيام ديات نتكلم أكثر من الوكيل قرار كمدير فن إن شاء الله إنك تبدأ بقى تبقى رجل أول إن شاء الله تبقاش ضمن جهاز فني إن شاء الله بإذن الله إلا فحلة واحدة لأب في النادي الإسماعيلي مدرب عام طبعاً دي حاجة النادي إسماعيلي بيكبر أي حد مفهوم وهل قريب ممكن نشوفك مدير فني؟ إن شاء الله بإذن الله وطموح بعد كده النادي إسماعيلي إن شاء الله منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تستحقها أكيد وإنت واحد من اللاعبين اللي حبوهم الجمهور المصري من خلال المنتخب مش بس من خلال الإسماعيلي طبعاً مصر لها فضل علينا طبعاً وإن شاء الله إن شاء الله يكون الواحد يكون من ضمن والشرف له يعني يكون ضمن من منتخب مصر إن شاء الله فاكر المباراة دي فاكر الجول ده فاكر بوفونه وبيتفرج على الكرة ويبتخبط في الأيم ومنها للشبك طبعاً كان فيها توفيق غير عادي يعني يعني الحمد لله أنا حاصل أهدف كتير بالرأس وده من ضمنه وأغلى الأهدف في مسيرتي أوفر سيم ورأسية سيم يعني قتلتوا بيها المنتخب الإيطالي كوراوي الجيل ده من أفضل وأحسن العجيال لمرة في تاريخ الكورا مصرية يعني يعني كان جيل عظيم جداً البطولة دي احنا قدنا فيها ماتشات يعني أقصى من رائعة يعني يعني المنتخب البرزيل قدنا مباراة كبيرة جداً رغم الخسارة إيطاليا طبعاً بطل الكاس عالم 2006 صح قدرنا نحن نفوس عليها ودي كان بالنسبة لي يعني أكتر يعني سعادتي بالهدف سعادة الشعب المصري اللي احنا قدرنا ندخل ندخل للسرور على قلب كل جميع المصر شوفت فيديو وقتها بعدها يعني بشوية لولدتك وهي بتقول إن هي دعيت لك يا رب يا رب تجيب جول ما ييجي قبله ولا ييجي بعده الماتش خالص واحد صفر بجولك فأعتقد الدعوة كانت منها للسمى مباشرة الحمد لله طبعاً الحجر بنا يبارك فيها وحفاظها ربي يا ربي يا صاحب أنا يعني كنت حريص إن أنا أتصل بيها يعني يعني كل يوم وتدعيلي يمكن لعد مشاركاته في المنتخب مش كتير ليه مش كتير رغم التاريخ اللي عملتم على الإسماعيلي والله يعني أحياناً بتبقى الإصابات يعني لوحدت كان الإصابات كان بيتعرض للإصابات كتير ده شايفه سبب كنت أخد فترات كبيرة عبل ما تستعيد مستويك تاني وترجع لكن الحمد لله يعني لوحد ربنا كان للتعب وجهده بهدف لا ينسع أحد صح مظبوط لجينا الماتش اللي بعده رأيناك قاعد ديك تود الماتش والله هي كتوجد نظر فنية طبعاً كابتن حسن شحاتة يعني أراح بعد اللاعبين اللي لعبوا مباراة إيطاليا كنا مفكر في السيميفاين بالضبط الذي لم يأتي أبداً بعدا إيطاليا بتلعب البرازيل وأي نتيجة احنا إن شاء الله هنصعد أمريكا صعب إنها تكسبنا بعد الهداء اللي احنا قدينها قدام أمام البرازيل وأمام إيطاليا أمريكا لازم تكسبك أكتر من هدفين تكسبك أكتر من هدفين بالضبط التالت ويروح هم اللي صعدوا ولعبوا المبران النهائي فالحمد لله خير الأهلي قوي الزمالك فوضوه قبل كده آه آه كان فيه مفوضات من الأهلي والزمالك لكن النادر إسماعيل ناد كبير واسم كبير وتستمتع أن أنت بتلعب في ناد كبير زي نادر الإسماعيلي يعني لا جماهير عاشقة وبتفهم فماديا لا الأمور ساعتها النادر إسماعيلي قريب من الأهلي والزمالك تمام فالعب يدور على ماديا باستقرار فني بيدور على جماهير النادر جماعيلي صح فكل ده متواجد في النادر إسماعيلي اتقال لك أنت رفضتها صراحة لما الأهلي والزمالك كلموك ولا كانت في مرة وصلت لمرحلة وتقفلت لا أنا كان رغبتي رغم من لأنا في كل تجديدها كان بمشاكل لكن أنا متمسك بالنادر إسماعيلي فلا كان بالرفض يعني مين كلمك من الزمالك ساعتها؟ تمت إزاي التفاوض؟ أنا مش فاكر ساعتها بس كان عده مجلس إدارة ومش فاكر ساعتها بالزبط الأهلي كان الله رحمه كابتن سامة البطل الله يرحم وكان فيه وسيط كابتن حسام بدري أمام بس لكن طبعاً نادي إسماعيلي نادي كبير وطبعاً بحترم نادي الأهلي ونادي الزمالك عندها كبيرة وشرف لأي حد أن يمثل الأهلي أو الزمالك لكن نادي إسماعيلي نادي كبير والواحد كان مستمتع بالفتر اللي هو كان موجود طيب هروح معك شوية الأسئلة سريعة علشان وقت الحلقة وأنا مستمتع جداً بالحوار معك كابتن حمص مروان محسن كنت شوفت لك أنا حوار بالمناسبة بيبعات لك سلام كبير مش مروان مروان من اللعبة الكبيرة واللعيبة أنا مستمتع بيوم من اللعيبة فعلاً يعني رأس حربة تحركات وبيخلق زميل وفرص لكن هو التوفيق وعدم التوفيق في القرى ده لكن إن شاء الله ربنا هكريم من فترة الجيد إن شاء الله انت شايف إيه المشكلة اللي بيعانيها مروان أنت السؤال كان بقيته كنت بتفرج على فيديو ليك قديم مع إبراهيم فاي اللي بمناسبة بقعتلي على تويتر بيقول لي سلملي على حمص جداً وحشني بقيت لك السلام كان من خمس سنين تقريباً لما تسألت على مين أحسن لعيف في الجيل الحالي من الدرويش قلت مروان محسن مروان محسن اللي في يوم الأيام وصفته بأنه أحسن لعيف الإسماعيل دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة في الأهلي وبيعمل معاملة صعبة على مستوى أنه مش لاقي مروان محسن بتاع 3-4 سنين اللي قبلهم إيه المشكلة؟ يا المشكلة أنه عدم ثقة يعني فاقد الثقة ما فيش شك وتأثر طبعاً باللي يكتب عليه أنا عاوز وعاوز ولقي عاوز ويركز يرمي كل ده ورى ظهره مروان من اللي أباك كويسة جداً من الفراودة زي ما قلت حضرتك فراودة المستوى عالي جداً الفترة الجاة إن شاء الله ربنا يكرمه بس بعد مضش الإسماعيلي شفت إزاي قرار أحمد فتحي بأنه يمشي من الأهلي بيروح بيرامدز هو قرار صعب يعني لكن فاصل الاحتراف يعني أحمد من اللعبة كبيرة جداً من اللعبة اللي هي السوفر أحمد بتلاقيه في أي مكان جوكر أحمد بصراحة يعني أحمد أنا أفتكر في الإسماعيلي أحمد كان ليه دور كبير إن الواحد يعني يظهر بالشكل ده بالأداء ده سواء أنا أو أصلي يدعبك في نص الملعب أكيد طبعاً أحمد إن شاء الله ربنا أحفظه ملعبة العليين جداً يعني كان بيقول لنا روحوا إنتوا ملكوش دعوة أنا هدافع إنتوا روحوا هاجموا هاني وكده فخطوة شايفة خطوة كويسة يعني أحمد يعتبر خلاص يعني قدامه سنتين تلقيت ربنا يوفاه ويبقى أكتر من كده إن شاء الله فخطوة شايفة خطوة خطوة خويسة عماد النحاس تقلق الموسم اللي فات كمدرب مع المؤولين العرب الموسم ده بيعاني شوية على مستوى تزاز النتائج إيه المشكلة؟ إيه رأيك فيه كمدرب؟ عماد ما فيه شك يعني قدى موسم صابق على على مستوى جداً موسم معاولين يعني مربع الزهبي وبطورة أفريقيا أماد أعتقد إن الموسم ده المشاكل اللي قبلته جاء حد كورونا كل مباراة عندهم ست سبع لعيبة من العاصر الأساسية مش موجودين ودي أكتر حاجة ممكن يعني تأثر على الفريق لكن أنا شايف إن هم بدأوا يستعيدوا تاني مستوىهم تاني يستعيدوا النتائج تاني الفترة اللي جاي أنا متفقق لهم في خيرك إن شاء الله يرجعهم المكانات الطبيعية بتاعتهم بإذن الله محمد بركات شفت إزاي توليه منصب مدير المنتخب وهو أحد طبعاً نجوم جيلك في الإسماعيل طبعاً بركات من النجوم الكبيرة طبعاً يعني كان لعب كبير جداً وجوده في منتخب مصر كمدير الكرة قريب هو من سن اللعبين أعطاك الده يفرق إن شاء الله مع اللعبين إن شاء الله مين اللعب شفته في يوم من الأيام وقلت ستايلي شبهي شوية سواء في الإسماعيلي أو في الكرة المصرية عموماً سواء في الإسماعيلي يعني أو في الكرة المصرية أنا بيعجبني حالياً يعني شايف فرجاني ساسي فرجاني ساسي فرجاني ساسي لعب مومتع اللي هي نظرات مختلفة بي شوف الملعب بطريقة مختلفة وده كان حمص آه يعني شايفه شايف برضو إمام عشور إمام عشور شايف محمد الرحيم بيقدب من اللعبة اللي أنا بستمتع بيها طبعاً شكبالة طبعاً من اللعبة اللي أنا بستمتع بيها أيضاً طيب مقولة الأهلي فرج الإسماعيلي من نجومه وإنت أحد الجيل اللي مشي من لعبيه كتير من الإسماعيلي للأهلي شفتها إزاي المقولة دي هل مقتنع بيها؟ لا أنا مش مقتنع بيها يعني أنا مقتنع أن أنت أنت لعب في نادي الإسماعيلي وماضي عقدي في نادي الإسماعيلي أنت كأدارة تحت تحكم في اللاعب تشوف إيه اللي يفيدي النادي وتعمله يعني مش لازم رغبة اللاعب أو لا أنا إيه اللي يفيدي النادي وعمله طالما أنا لعيب متعاقد معي يأدي فطرت تعاقد بتاعته وخلاص إحنا في احتراف مش منطرة بيع يعني مش تطرة بيع لازم أوجد بدأ مثل ما قولت الحضارك هاتم أنا بكتع الناشئين مهم جدا إيه رأيك في محمد صلاح ومستوياته والفترة الحالية اللي بتقول إنه ممكن ينتقل فريق تاني بعد ليفربول أنا شايف محمد في ليفربول حاجة متميزة جدا أعتقد نجاحه كله في ليفربول طبعا الفريق بيمر بظروف صعبة مش ليفربول اللي هم تأودين عليه برضو عندهم مشاكل ورف في خط الدار للإصابات أصر عليه مشاكل كبير اختلف قبل كده على انتماء محمد صلاح فالبعض قال من اللي تواصلوا معاه أو كانوا عايشين معاه إنه زمالكاوي والبعض قال إنه أهلاوي ووالده قال إنه إسماعيلاوي إنت إيه ده وقوعك أو رأيك أو معلومتك لو عندك والله محمد صلاح بالنسبة لنا ده يعني حاجة عالمية زي ميسي وكسانون ورونالدو محمد صلاح أهلاوي وزمالكاوي وإسماعيلاوي كلنا بنها شواني بصراحة طيب زاكرتك قوية قبل ما نختم الحلقة ده مشكلة في الزاكرة زاكرت السمك فقالة طب حاجات تخصك إن ده هتبتكرها ولا هتنساها برضو أحاول يلا بينا معك خمس أسئلة هتجاوب سريعا معك عشر ثواني لكل سؤال سجلت قول الشهير بتاع إيطاليا اللي تكلمنا عليه من شوية مين اللي شط الكورة اللي بوفون طلعها ركنية حسني عبدربو حسني عبدربو صح لا واضح إن الدنيا تمام مين الحكم اللي طارد أحمد المحمدي في مطش البرازيل نعم مش فاكر طب جنسيته مش فاكر هو هاورد ويب الإنجليزي الأهلي والإسماعيل يتعادل أربع أربع في مباراة تاريخية من أقوى مباراة الدوري مين اللي سجلت تمن تجوال علاء إبراهيم بالنسبة لأهلي محمد فاروق أحمد بلال الهدف الرابع أحمد بلال أحمد بلال عندنا عمري فعيم محمد براكات تعطيها صابق إسلام الشاطئ إسلام الشاطئ سجلت جول قدام الأهلي في المطش الفاصل سنة 2009 وتلغى كم مين حارس الأهلي رمز صالح صح الجول ده إيه رأيك فيه شايفهن شايفهن مش أي حاجة خالص عشان كده أريد أن أتحمل علينا خالص عشان كده أنا بارجي على السؤال اللي كان من تمن شوية أن كنا حق طبعا تم ده كلامك تم استبدال استدراك في مباراة مصر وجزائر ودأس وعلي الأخير في أستاذ القاهرة مين لعب مكانك محمد براكات محمد براكات في الديا 56 ما شاء الله يعني خمسة من خمسة أربعة من خمسة تمشي كابتال حمص نجم نجوم الإسماعيلي نجم الكرة المصرية في السابق نور تاني ابسطت جدا بجودك معي أنا الشرف ليه وأنا مبسوط جدا يعني أستاذي يعني متميز جدا ربنا يوفاكن شواء الله بإذن الله وسعيد جدا موجودة معاكم يا رب تكون حلقة تكون عجبة المشاهدين بإذن الله شكرا لك نورتنا شكرا لكم انتم كمان نورتونا كالعادة في المطش بكرة إن شاء الله حلقة جديدة الساعة 11 على شاشة صدر البلد تهاية كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة